اشتركوا في القناة انا ما بحب الاستعطاف اعيطوا يقصوها ويحطوه لي عليها انا سوري بطول بالحكي بس انت نظراتك بتخلين ادخل ديب نظراتك بتخلين اروح ديب انا احضرت على القاطق اوف هلا قبل ما تشوفونا الحلقة لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعل الجرس هلا والله ها معتز هلا والله فاول شي السؤال اللي توننا نتكلم عنه بصراحة كيف حالك شوف سبحان الله مع اني سمعت عن موضوع كيف حالك و لسه بقولك ان انا ما كنت فاهم شو هو ليش الناس بتحكي عن هذا السؤال طلع السؤال صار مشهور وميم صالع عليه بس لسه مع انك ستسألني ايا وانا قاعد معك لسه حاجة وكقولي الحمد لله بس يقولي انا اسك مي اجين لأ عن جد كيف حالك وان سبحان الله اذا ستسألني اجنب عليك هل تسألني اجنب عليك كيف حالك جد 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 بصراحة لو تاخذ نفس وتجاوبني صدق خذ لحظة عشان اظن ما نحلل نفسنا حتى انا حين وانا اسألك لو صدق اخذ على نفسي دقيقة لا لا انا اسأل نفسي انا اسأل صد 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 انت بخير كم بخير من عشرة هل يستدغاظه تعر بس لما تنسأل السؤال مرة ثانية سبحان الله حتى الناس يعمل بطريقة انه اوتو بايلت كيف حالك الحمد لله وهو ليس صحيح وأكيد سمعتها مليون مرة بس عندما تسألها مرة سبحان الله هلا بالانرجي والراعي الموجود عندما تسألها كل人 لديها مختلفة مختلفة وأكيد الناس بتفكروا انه معتز هو الناس وبيحكي عن كيف تكون انا 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 مختلفة وما في شي يكسرك و و يمكنك تصبح هذا الكلام وهذا صح بس مش 100% ما في انسان بالدنيا 100% و انا لم أقل الكمال او الكمال واي افنت بعمل واي استيج بطلع علي اول شي بحكي انا في عيوب اكتر منكم بس بس انه ربنا سبحانه وتعالى عطانا انا مختلفة انا ويجب تسألني كيف حالك ان الفترة هاي وهي اول مرة انا بطلع بحكي عن معتز الشخص حتى السوشال ميديا عندي ما بدخل على ستوريز كتير ما بنزل عن انا مين لاني انا بهمني الناس التابع افكاري مش انا بس هاي فرصة رهيبة لقلي مع شخص رائع زيك انه احكي شوي عن انا مين اليوم انا تقريبا مالا مست 40 يارز اول في اي سنة مايبي 50 يارز اول انا اي انا 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 مولود في نوفمبر انا مولود في 1983 انا احكي 40 ويستطيع افكار الثلاثة ضايع بفضول كبيرا وربنا سبحانه وتعالى بالقرآن بيحكي عن عمر الاربعين والحضرات القديمة بيحكي عن عمر الاربعين انا اعتقد ان انا احيائها بس ممكن قبل سنة او سنتين لو مريت باللي مريت فيه انا هلأ بكون خايف شو عملت غلط بس انا هلأ ضايع بس بفضول مش اني تايه مش عارف وين بدي اروح بس ام يوز تو تاكين ديسيجين واعرف الريزلت او اخمن الريزلت هلأ الريزلت شوي غري which is very very exciting بس كنت احببه اننا نحب على ضايع المفاجئة مش بس ام يوضح كلنا بنحب السروب هو قلك تاخد مفاجئة نعم 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 بس مفاجئة مش كويسة لا 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 يعني انت لا تحب مفاجئة سلعت نفس الان في ذلك الكثير و ماشاء الله عليك في صورة صورة جدا قصة اصطر من الاجتماعات في ذلك الكثير هذه تقدم لك الممكن أن يصبح طورة حالة ممكن أن يقوموا على التهديد 60 سنة القيام بمشكلة لذلك الحمدلله أبداً من أجل أستمرني في صورة صورة جدا أنعم علي ممتاعفية أسرع وهذا يجبني أن يكون من أجل يجب أن يختار قرارات ومن لدى أن يكون من يجب أن يخطر بذلك لذلك يجعلني ضايع بفضول هناك خوف أكيد بس بفضول أكثر هذا كيف أشعر الآن النقطة الأولى الرمادي هو الحياة الحياة ولا مرة كانت لها أبيض ولا أسود هي درجات من الرمادي فنتيجتك الرمادية طبيعية النقطة الأولى النقطة الثانية أنا 41 قبلك بس الثلاثينات كانت وايد حلوة حسيت بالإنجليز نقول لها تعرف شو تبقى بس تعدل شوي أكثر وتزيد أكثر وتقل أكثر والخوف أنت ذكرت الخوف وعرف أتكلمت شفت لك فيديو عن التوتر أظن وكذا الخوف لو يخليك تنشل مبزين بس الخوف اللي شوية زين وانت تسوق السيارة لازم تخاف شوي انك تدعم حد ولو انت مستهتر بدأت تعمل الدنيا فأظن هالفكرة للخوف لازم ما يعيق ولكن يخليك على الصواب وانت حين عندك فضول وهو من أهم الأشياء يعني دائما يتكلم كيف الفضول سبحان الله عندنا نحن ونحن صغار تاخد ترابة تحطه في ذلك تفتح درج عندك هالفضول وما تستحيي ان حد يس يحكم عليك تكبر تستحيي تجرب حتى لو انت اليوم ما شاء الله معتاز انت مدير تنفيذي الحمد لله شركة وايد كبيرة تحفيزي مدرب حياة أب زوج تلعب كورة ما زلت وانت لازم ترجع تسوي واد اشياء لو انت كمان ما عندك هالفضول كنت بتقول لا انا بس مدير تنفيذي صحيح وهذا الاسويتش اللي صار معي نرجع موضوع الخوف وارجع لك اهاي ما في انسان ما بيخاف بريف هارت نفسه بيخاف كله بيخاف ولكن درجة الخوف زي ما انت حكيت بتعتمد اذا انت هتكمل ولا لا والخوف من اهم واحسن المشاعر اللي الله عطانيها تخيل حالك انت في اعلى عمارة في دبي في برج خليفة وما بتخاف انت وبتقرب على الحفة لدرجة انه ممكن كنت توقع هذا يعني بتدخل في درجة الهبل اللي عم تعمل واريدوين حياتك بس زي ما انت حكيت بالضبط الخوف اللي بيشلك هذا هو المش كويس بس الخوف is our brain شو شغل مخنى شغل مخنى الاول هو to keep you alive مخنى موجود في جزء من المختبعنا اللي هو reptile brain بيسموه هذا موجود اللي يخليك عايش لما تجوع تاكل تشرب اللي هو واحدة منهم لك تضلك عايش زي ما حكيت تلف على واحد يقتلك ما تنط من مكان عالي على راسك اكيد بس بحياتنا اليوم واحد يغير وظيفة هي لنكس هذا الخوف لاشي زي هيك لا سو هذا بيشله فالفضول اللي موجود واحنا صغار وانا كتابي اللي اسمه صغر عقلك ليش اسمه صغر عقلك لانه بس ربنا سبحانه وتعالى انعم علي باطفال واكيد انت شفته في ولادك وقلت ياكل تراب طب هيك ايوز لوكي ايوز لوكي ايوز ايوز لوكي ايوز ايوز لوكي بيجربوا كل اشيه طب انا ليش مش هيك ايوز اللي انت حكيته بالظبط انو انو صغر عقلك بتكلم عن سبع شغلات اتعلمتها من اطفالي واحد منهم الفضول والريموت كنترول مثلا بيمسك الريموت بدي يحط على شبه ما بيعرف شو هو الريموت بس بيشوفني انا بعمل هيك طب بدي اساعدك لا لا انا باعرف كيف عنده فضول يفهم هذا الاشي كيف بيصير تريلي اميزني انو why we're not like this anymore انا يدريل دداونتو كذا شغلي وكان اهمها كلام الناس انو اه انا اسبو خشب بدي ابدأ اعمل برنامج بس اذا ما نجح شوي يحكوا عني الناس انا معتز مشعل بدي اطلع اجيب استيج اجيب الف واحد على الامت طب اذا نسيت الكلام شو بديم يحكوا عني الناس وشوف الفرص اللي بتروع عليك لما حكوني عشان توني روبنز اطلع على الستيج وان ام فكرة انو اختروني اكون الشخص العربي هناك ما ام هاتفالدك فانا نسيت اسألهم بيثور دداوينتووك سألو لي بايندووى اوالانجلش سهرتين الشخص شيخ محمد بن راشد اجعل ايجم اهن غريباً اهنستعي فعلامة انا لمحصل ايجم كذلك تصلت على منتر عندي I have a mentor of course تلو كذا 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 قال لي what do you think ولتلو I don't know I'm scared I'm really scared man It's not a joke it's like the climax of my career or you can make it or break it so I was very scared بس imagine لو أنا ما رحت كنت هلا بضرب حالي and it was amazing الحمد لله so yeah great point man great great point وإنت عندك خوف بحياتك من شيء معين that pops up to your mind now دائما تعال شو أذكر أذكر أتمنى أعيش كفاية أن أحقق قدم أقدر من النعمة اللي عندي يعني الله عطاني نعمة يمكن في التواصل يمكن في الكلام يمكن في الفضول ما بأموت بسرعة لو أقدر أفيد الحمد لله مثل لو نفكر موضوع كلمة potential اللي نحن ما ترجمتها سأحاول أدور كلمة potential potential ما أعرف شو potential بالعربي بس potential لو potential المالي هل قد على قل سبعين في المئة كملة بعدين نروح مو بأربعين ثلاثين عشريني تعرف حتى أنت تقولي أنا سألني عندي وائدة بأعطي وائدة فما تبقى معتز يروح قومة على قد يعطي عط قد ما تقدر هذه الأشياء اللي هلأ خليتني أحس اللي حكيت لك هي إنو بتحس عندك سو موتش انردي وانديو ريلي وانا نورت وبوتت وين أحط هاي الطاقة لأني ما بدي أروح قبل ما أطلعها والقرار إنك تطلعها كتير رمادي بعده أنديو اللوز توابت ما وعندك إيها بحياتك هلأ واليوم إحنا مش زي زمان أناس انت لحالك تنام على الأرض تنام عند صاحبك تنام تحت التخط الحين في أطفال وفي زوجة وفي مسئولية يعني بتذكر لما فتحوا سكاي دايب دبي كلنا رحنا 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 ونطينا وانبسطنا وتصورنا فبعد ما تزوجت تكلموني الشباب قالوا يلا يلا لاتزجو لاتزجو وانا في الطريق كلمتني مرتي وكذا كيف حقيق نسيف صغير الله خلي لك ولادك قالت لي وانت رايح نط سكاي دايب قالت لي انت عندك سيف شو رايح تنط قالت لي مانا شو كنت أعمل مسئولية هلا you know إذا ما فتح البحر شو شو هيصير المسئولية ميكست different رحت ولا ما رحت رحت يا رحت بس decision taking نحن نميقاً في صراحة صحيح سهل يعني 90% من الناس هم نميقات مش انه غلط بس لديهم كثير من الوضع لتشملها وهم عم بيشتغلوا بس سيأخذ الوقت منهم وهذا الوقت انك تاخد قرار وتستعمله وخصيصاً في موضوع الونلاين هلأ سيأخذ الوقت لانه سيأخذ الوقت انك تنام أقل تصحى أبكر وخصصاً يعني الناس يعتقد أن أطلعت على الستيج أو عملت هذا الشو بسهد مميقات هناك كنتم أمودة لكنني أقضِ 4 فاطرون في مرة كنتم يعني مش سهل نهو دعا يجب ان تذهب إلى العلاج يجب ان اعطي الوقت وحتى التركيات التي تعتقد الإنسان يجب ان اعطي الوقت لابد أن اتخذ الوقت لانه يجب ان تتقصد الفراحة ستحكي للناس كويس واناك مرتك تردش على المنطقة يعني كيف يعني وأهم من هذا كله وحيلو كتير شغل إنه الناس دايما بتسأل الله يا الله عطيني كذا يا الله عطيني كذا عمرك سألت الله شو هو بده منك يعني شو بدك مني وهاي كانت نقطة تحول في حياتي إنه أنت شو بدك مني أنا بدي يا الله الجنة وبدي كذا وبعدني عن النار وبدي بلاي ستيشن وبدي بايكي كويس وبدي ألعب كرة لأنه بتقدر تسأله شغلات الدنيا بس أنت شو بدك مني و والله يا نس يعني إ特别 في النار إذا بتدعي هذا الدعاء أنا لأني مسلم بأأمن في الله واحد وأي أعطي عنه بس أنت شو بتأمن تدعيله من كل قلبك شو بدك مني يعني مش رش الموضوع شو بدك مني تسحى الصبح something happens لا لا مش هيك وحتصير شغلات في حياتك تلخبطها وهذا هو why أو كيف بيجاوبك it's amazing it's amazing سوري طلعت بره الموضوع شوي بس هلا وأنه انت بتحكي I'm like I need to pass this message لأنه it really impacted my life heavily 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 كتير كمعتز يعني heavily وبتصير تطلع شغلات ما تفهم ليش yes no شو هذا matrix man it's weird there's things I cannot share لأن people think I'm lying but I'm not gonna share it here حكي لكيها بعد ال بعد الانتربيو or if we meet again and have more time بس matrix matrix different kind of energy شو قصدك يعني you start believing انه things can happen because you really want them to happen for a bigger cause الموضوع منتهي and you believe it so much that هذه قصة صارت معي I asked for something وعن جد بدي أتعلمها كنت and I'm gonna tell you about it إن شاء الله and other questions هلا literally اليوم I can't get to that person I cannot get to him وبدأ يا الله I really want to learn this I feel I want to learn this issue two days بعدها قاعد في المكتب أنا بدخل عندي واحد and I'm trying to find this guy who has the knowledge that I want وهو مش عايش هنا عايش برا no connection بيني وبينه no connection ما بعرف ولا بيعرفني ولا عمري بعت له على social media nothing بس طلعت thought I want to learn it دخلت online قريت عنه شوي وام like yes this knowledge I want it's something to do with ancient breathing الزلام يعايش في بالي أنا في أبوطبي اليوم فكرت في الموضوع دخلت online وعات من كل قلبي I want to learn it ودعيت الله يا الله إذا هذا الإشي فيه خير لإلي بدأ أتعلمه two days جز واحد عندي على المكتب قال لي man you cannot believe what just happened over the weekend أنا كنت في ساموير وأجه واحد وعملنا كورس breathing أقسم بالله ويمكن بيسمعني الهين هو هذا أحب عطت الحلقة يشوفها تلو أوكي مين هو طلع لي صورته هيك أنا وقفت قلت له لا عم تنزح no way no way قلت له أقسم بالله قبل يومين ما أنا قال لي وتعرفت عليه وهي رقمه قلت له لا قلت له لا 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 three days كان عندي في البيت فابو ضربي عيفلوهم you just have this when it's for a bigger cause and he knows it's for a bigger cause وعنجد من قلبك بدك تعمل شي for a bigger cause تفتح الأمور أناس أنا مشور you felt it because I know you're doing a lot of things for a bigger cause وبتتوفى يعني مش سهل اللي أنت بتعمل and the names you get and I can imagine المشاكل اللي بتسير والشغلات والصعوبات and it still happens why does it still happen why does it still happen فأنت مؤمن بقانون الجذب oh man ديننا قانون جذب ديننا is based on it إنما الأعمال وبالنيات ولكل مرئ ما نوى لأنه اليوم المنفستيشن يعني أنا درست كوانتم فيزيكس for a while to understand the energy vibration I don't want to get into it now لأنه it's insane but it's vibrations ربنا سبحانه وتعالى بيقول إنه لو بده إشي بيقوله كن فيكون وهذا الخالق أنت المخلوق وربنا سبحانه وتعالى بيقول نفخت فيه من روحي أنت عندك رحمة بس الله الرحيم أنت عندك كرم بس الله الكريم أنت عندك عدل بس الله العدل مستحيل تكون أعدل منه وإنت بتقدر تخلق برنامج بس الله الخالق لذا من الوباء لذا أنت تكون قد اتصددد نوعل بس لذلك لكن اتصدده بسر نظام رMake نحن نحن في عالم 3D نحن نحتاج الوقت و الوقت فهو بقول إشي كن فيكون فهو يحدث لأنه هو الخصوص يمكنك أن تخصوصه ولكن يحتاج الوقت و الوقت لكي يحدث لذلك يجب أن تنظر مع ذلك الانيرجية و ذلك لكن يجب أن تؤمن في الوقت الوقت و الوقت لكي يحدث وهذا يحتاج إلى إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالْنِيَاتِ و يجب أن تؤمن و إن الله لا يغير ما بقوما حتى يغير ما بأنفسهم واللي أنا بحكيه كان أم كوتين من القرآن والسنة لأن أنا مسلم أنا نوت بس كل الكتب اللي أريتها عن كل الديانات has the same exact concept بس I linked it للي حكيت لك يا هلا اللي حكيت لك أنا ما أريته anywhere مش إنه ما حدا حكاه بس أنا بقول لك this is the way I think and why not create because this program before you was nothing so you created something بس you believe that you need to put energy in it you need to put time you need to put energy and discipline to make it happen مش والله you know what أنا حسها الساعة عشرة حسها للنتفلكس الأربعة و ليش مش قادر أعمل برنامج of course you're not gonna do it so that's my idea about creation ممكن تقول كلها غلط بس I believe it man I believe it في حلقة تكلمت عنها بس لأول مرة والليوم بتكلم معك بعد مرة للتكرار عشان فيه ناس بيشوون حلقة و ليشوون حلقة ثانية وبرايك يوم ما أفكر في قانون الجذب مرات كنت أفكر ليش ينطبق على البعض وما ينطبق على البعض نزيل؟ ليش أمية شخصي بيكون لاعب محترف كرة وبعضهم لعيبة خلي نقول بعضهم صدق لعيبة بس خلي نقول من الأمية اثنين يمكن يستوون محترفين نزيل؟ الثمانية وتتسعين ما يستوون فدائما كنت أقول ليش يستوي لي أنا بس ما يستوي حق حد ليش كذا ليش معتز بس مش وصلت لنظرية النظرية هي كالتالي وايد ناس يبون اشياء ولكن هل هم مؤمنين باليقين ان يستاهلون هالشي ولا يقول أتمنى يكون عندي فلوس وأتمنى يكون عندي كذا ولا أتمنى يكون عندي سيارة ولا أتمنى يكون عندي أولاد بس هل هو يحس ان موضوع يستاهل وهو مفروض يكون في هالمحل ولا هو شاك في نفسه يوم ينام في البيت بروحة فهني كان عندي يمكن هذا اللي يفرق معتز من داخل كان مؤمن انه مفروض يكون على مسرحة حشان هو مثل اي امريكي ولا اجنبي يقدر يوصل للناس باللغاته باللسانه وبعلمه مؤمن مؤمن مبنى شي يعني هذي اللي والله أنا أقدر هذا وين ناس يقدر يقول له هالكلام بس هل من داخل لو أنا أقدر أشلك للزحمة وأشوف صدق هذا مصدق ولا فهل هل لي أنا هو صد لا يعني الله يعلم له صح بس اكيد صح ما اكيد لأنك تتعلمها طبعا تتعلم من التعامل انت ما عم تحكي قرأت كتاب و هذا ما تعتقدت لأنك عايشها لأنك عايشها لأنك عايشها لأوصل معلومة لإنك بعض الناس التي أتعلمها لم أعاشوها فصعب أوصله الموضوع اللي انت حكيت عنه بس اليوم هي بتبدأ كل ياتها بالريزن أنس يعني انت حكيت شغلة رائعة اللي هي على الدكتور وقال لك إذا لا تتعلمك 60 كيلو جرام في دو الموضوع انت هتموت. يواللوزت ولا لا؟ يواللوزت. كوز، اوات تعمل دايت وحتلعب رياضة وحتحاول تعمل كل الاساليب اللي ممكن يتنزل فيه كوز، الريزن is so strong so you have to believe in yourself that I can lose 60 كيلوز. أنا بقدر أخسر ستين كيلو واللي والن تكونتينيو واحد تاني وزنه مئة وخمسين كيلو ليش بدك تنزل وزنك يا أخي بده نزل على الإنستغرام صورة حلوة أو في جينز عجبني بدأ أشتري هداك حيموت إذا ما عمله حيموت ولي ما حيوصل وإن تفعيل هذا الإيمان لازم يكون فيه ريزن ليش أنت بدك تكون أحسن لعب كرة قدم بالعالم أنت حر الناس الناس بتقول كل شيء من نظاراتها أنت لابس نظارة وأنا لابس نظارة مش كل حدا لإلهم ممكن أنت بنسبة لإلك فاميلي على نمبر وان فاميلي نمبر تو صحتك نمبر تير بس يا أخي أنا يمكن ما بقى من هيك كل واحد حري أخي على رأيه الله سيحاسب الناس النبي ما حاسب الناس فكل واحد حر شو أولوياته حسب أولوياتك أنت بعلمك أنت اللي أنت حتسأل عنه ما حتح يسأل غيرك حسب أنت شو أنت اللي بدك تعمله ليه بدك تعمله طبعا كلنا بنعرف أنه the highest and most purpose ممكن توصل له هو إشي العلاقة مع ربنا سبحانه وتعالى بس أجين أنت ممكن فيه شيء بدك تعمله لا تثبت لحارتك لبلدك فكل كان الريزن أقوى كل ما قدرت تتآمن بحالك أكتر but it starts with the reason ليش أنت بدي يعمل هذا البرنامج ليش أنت بدي يعمل بزنس برا ليش أنت بدي يكون عنصر فعال في المجتمع تبعه ويكون واحد من الناس في هذا البلد اللي بوصر رسالة رائعة فيه ريزن هو حر فيها بيحب يشاركها يشاركها ما بيحب إشي راجع له it is fueling him إنه يجي في الليل هلا ويحكي ويحكي مع فلان ويسوي شو جابره ما هو مرتاح أنت ما هو قاعد في البيت مرتاح he doesn't need all this ليه بيعملها في ريزن وكل مكان الريزن مربوط برسالتك سوري أنا بطول عليك شوي بس ضروري نوصل للفكرة ما في حدود كل مكان الريزن مربوط برسالتك مش بهدفك كل مكان إيمانك بنفسك أعلى شو يعني الرسول عليه الصلاة والسلام قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق رسالة الرسالة لا تنتهي لأنه كل يوم تقدر تتمم مكارم الأخلاق الهدف أنا بدي أصور حلقة مع معتز هذا هدف بيخلص في هدف غيره you climb a bigger mountain so كل مكان أنت رابط الريزن برسالة وهذه أنا يعني شغلة من الشغلات لما نروح إيفنت بشتغل عليها كتير شو رسالتك بالحياة مش هدفك في فرق كتير كبير شو رسالتك يعني أنا رسالتي حتطع على الإنستغرام that's why I'm gonna share it واختصرت أنا عندي رسالة أربع رحت silence three days رسالتي أن أكون السبب رسالتي أن أكون السبب رسالتي أن أكون السبب this is my رسالتي البربس ما بتخلص تكن نبير فينش بس اليوم إني أجي عدوبي وأقعد مع أنس وهذه بيورف كونفرزيشن قدت نوهم أكتر إذ أهدف سويت فنش وهلا هدفي كيف بدي أعزم أنس على كفر؟ هدف ثاني فكل ما أنت كان عندك رسالة أوضح زي الشركات وهاي شغلة يعني بقزم شوي We spend thousands of dollars on companies وأنا بظرف إن سي أولا مجموعة ضخمة I know how much we spend on getting a mission statement للشركة A vision للشركة موته للشركة طب إنت شو ال vision statement mission statement تاعك إنت إنت كإنسان ما هي الشركة هي بشر ولما تقول لأ واحد تعال ادخل على كورس حط 2000-3000 دولار لتتعلم كيف تعمل vision لإلك ومشن لإلك يا عمي كلام فاضي هذا كيف كلام فاضي؟ I don't get it How is it كلام فاضي؟ People who طبعا أحلى كتاب بالعالم أنا اللي هلا قريته The seven habits of successful people Begin with the end in mind ستيفن كوفي ابدأوا النهاية بمخيلتك ما هي النهاية هي الرسالة وإنت عدث بد كنت تحكي لي برا أنت شو عدث بد عم تحكي لي أنت What would you change on this ما هي النهاية So what is النهاية؟ شو هي النهاية؟ شو هي الإشي الليك توصل له الرسالة؟ إني أنا مثلا كنت السبب أو أنا بدي أتمم مكارم أخلاق أو أنا بدي أنشر سو كل ما كانت رسالتك أوضحها لكل الشباب حتى بالأعمار العشرين تلاتين حتى أربعين وخمسين It doesn't matter عندي ناس حالي ابن بيجوا بالسكستيز شو رسالتك بالحياة؟ And once you reach to that You can derive from it so much زي الشركات زي ما أنت لما عملت هذا البرنامج حطيت شو هو شو ليش دي أعمله عشان أعمله شو محتاج بازاله كرة ركبنا السيارة حطينا أحزان مش عارفين وين رايحين وين هنروح So I need to know where I'm going And this is how you feel إيمانك بنفسك أنك ما توقف أنت تتكلمت حين ويد عن الرسالة لو حد ما يعفشوا رسالتك كيف يعفشوا رسالتك؟ Oh amazing question Amazing question التكملة إلي 2 years بس أنا كنت في مرحلة كنت في depression وما هحكي ليش أنا depression I don't want to share it online I took a decision I share it live في الإفنت وبطلب من كل الناس يسكروا نزلوا تلفوناتهم لأنني أنا ما بدي أنال استعطاف حدا شوف هذا لا أنا بس دخلت في depression I didn't know I was in depression 6 months تعبت كتير 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 أنس يعني I thought depression is شو هذا عمي عمي الأمور طيبة لا It's a place you don't want to be in It's very dark I'm sure سمعتهم كتير من الناس It's very 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 dark واللي طلعني منها That I started وبدأت أفهم إنه إحنا مش روبوتات وإحنا مطلوب مننا أكتر كبشر الله أعطانا عقل مش عشان تصحى تشتغل تاكل شاور تنام تصحى تشتغل شاور لا لا وهذا أنا كيف كنت عايش مع إنه كنت ألعب كورة وبلاي ستيشن لليوم طبعا الحمد لله بوث وكنت بلعب فيفا أولمس دروح professional player وزوجة وأولاد وسيارة ومرتاح الحمد لله بس it got so much routine that هاي هي النهاية لأنه ما كان عندي رسالة سو دخلت في هذا الموضوع الحمد لله صار إشي سباركت طبعا هذا الإشي اللي I don't like to share it on-line بس صار إشي تسباركت all this وفجأة nothing makes sense and then after six months I started I started I طلعت منها أمي أجد قلت لي فيها الكتاب اقرأه قلت لها أنا ما بقرأ ينه ألاستامي ردوذن يونيفرسيتي إحنا جماعة أخر الباص هذول بيقعدوا أخر الباصة أنا ما بقرأ وتذكر أول مرة رحت معرض كتاب رحتك أحسن هذا من أصحابي يشوفني الآن I have my own book سبحان الله سلتانه ما بقرأت قلت ليها يخده يا أخي وأنا هيك دبريسته تعبان but she didn't know I never told her that I was tired وأخذته اسمه the power of your subconscious mind عندي إياه ما قريت الي حين and I then realized there is more into it nobody taught us these things and it's crazy man and then I started like yeah والله لازم يكون عندي خطة لألي زي ما أنا عم بعمل خطة للشركة خطة لأهلي لمرتي لأولادي اوه واه والله الشركة أطبقها هون أحكي محالي مين حالي روحي روحي مين الله اوه 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 ميش هدا فجأة صرت أشوف الكتاب 3D linkingت لديني linkingت لحياتي للمشاكل اللي معي and من هناك الحمد لله So how do you create the purpose you must لازم 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 I took three days silence روحت سافرت على كندا مع group قعدت three days silent it doesn't mean you need to do it بس أنا دائما بحب أختبر حالي and I never knew I was gonna work on it بس the idea is you need to take time off you need to take time off برا ال community and environment اللي انت فيه زي لما نسافر انت سبحان الله تترك بالطيرة تنزل لندن تختلف هيك تحس حالك different حتى جسمك بختلف you don't know what's happening and you sleep different you eat different نفسيتك بتتغير and your thoughts change because our thoughts are 90% the same تعوني مبارح unless you change the environment so you must take time off and think وتتخيل حالك هذا تمرين كتير كتير أوي تتخيل حالك عمرك 150 سنة ما حتعيش 150 لا حتعيش إن شاء الله وقعد على هيك كرسي متحرك عمرك 150 سنة وعم تقرأ جريدة عنك أو عم بتشوف برنامج دقيقتين عنك who are you شو عملت مين أصحابك كيف علاقتك في مرتك في أهلك أبوك وأمك لما رحلوا عن هاي الدنيا كانوا راضين أولادك بيحبوك علاقتك معهم كيف متزوج مش متزوج عمرك 150 سنة عندك سكسباك وما عندك ليش ما يكون عندك مش فاهم الكونسب لازم تكون هيك لا مين كيف علاقتك مع الله شو عملت لبلدك شو عملت لديناك تخيل حالك خلص بقي لك ثلاث أربعة أيام قالوا لك خلص and go deep go deep الرسول عليه الصلاة والسلام ليش كان يروح غير حراء meditation لا شو ال meditation هذا يا أخي ما هو أنت سميل بدك يا بس تسخلوة مع نفسك بس أنت مش مختلي مع نفسك لأنه الله is with you all the time أنت مش مع نفسك أنت مع your creator just go in you can see much more with your eyes closed man it's insane موضوع غريب والله موضوع غريب and you sit and you say okay يا أخي ما تسكر عينك زي المجانين أوكي ما تسكر بس يا أخي just be with yourself بدون تليفون ما تقولي حط التليفون vibration جنبي لا يا أخي بدون تليفون كيف شايف حالك 150 years on a rocking chair شو عملت and then you decide بشو لازم أنت أمن بنفسك لتوصل لهذا شو شو and you will feel so much relief لما تعرف وين رايح لأنك هتعرف what skills do you need today to reach to that مين الناس لازم يكون له oh by the way disclaimer تحذير وحذرني هذا واحد very 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 influential person I don't consider him a mentor بس صديق لما بديت مشواري رحت له I have an idea of doing this or this or this or this قال لي قال لي معتز amazing بس بدا حذرك تحذير you will lose all your friends you will lose all your friends I'm a very social guy very social guy الحمد لله I love people كان زمان حابب أشتغل في المطار في ال information desk عشان أشوف ناس بتقول له لا يا زلم مش وحيد ليش عوائي أنا ما حضر حدا نشرق لينا you will lose your friends if مش 100% 95% قال لي because you will realize مين حيساعدك لتوصل لهذا and they are very few and this is exactly what happened I didn't lose them in me I hate them no they don't hate me بس ما بتوجعني كوز كتير متصالح محالي الحمد لله بس ولا واحد منهم حضر my events ولا واحد منهم اشترك تابي and it hits you that مش ذر bad people أنا مش زعلان منكم I love you I love you but you realize أنه يا ما عنده رسالة أو رسالة مختلفة عنك so are you willing to spend time معه and then realize at 150 years old that you wasted time well you would say okay I'll see them a bit less because I need to spend time doing this so disclaimer but the other side is so much brighter you connect with yourself and you align somehow you feel this is what I'm made for but it doesn't come like this it's a journey كيف لما انت بديت متلخبط الستوديو أبيض لا اسم اعمل شوي أخضر هون يعني أنا متخيل الناس شايفين هذا أبيض هم فاكرين انه هيك بس طلعين وتعملوا أبيض متأكد وجربت خمسين مرة بدون ما أسأل ستين ألف فيديو كيف عمل فلان وجو روغن وقاري فيوة وتعمل كومباريزنز كيف عملوا وشو سووه لتوصل انه سيمبليسيتي but you need to put in the work مان أنا سوري بطول بالحكي بس انت نظراتك بتخلينا أدخل ديب نظراتك بتخلينا أروح ديب مان امشي معاي من المعتز يعني لو سألتني قبل سنة يمكن جوابتك ديفرنت اليوم يعني ما بعرف كيف أختصرها صراحة أي حدا بتسأل وحقولك أنا سيمبل يعني أنا قبل سنتين ثلاثة يعني اليوم أنا يعني أنا لا أستطيع الناس مع أني بقدر باي مثلا مثلا مان كنت أشوف فاليو فيها هلا لا أستطيع أستطيع الوصول يعني يعني لا ترى فاليو في الأشياء التي تستطيع مريحة كتير تحرف قديش أنيرجي عم بينحط إلى صراحة يعني يعني تحرفهم وما يمكن أن تكون أني روحت على الهبنت وأنا اشتريت هالشغلة لذلك نانتطيع أني أخذ تشوك غير محق مخلق بأن هذا ليس انا إذا كان اسم تشتريت شوز جوتي بخمس تلاف درام إذا فقبر ما في صح أنسو ما في غلط أنا أول مطفى على ستاج أول شي بقوله شباب ما في صح ما في غلط ما في صح ما في غلط انت حر بس انت حاب تكون طباخ كن طباخ انت حاب تكون يسيئو كون يسيئو مين بقول صح وغلط انت اللي بتقرر بس فيه رولز الرول هي انك ما تتعدى على حرية حدا حريةك تنتهي عند المساس بحرية الآخرين مش والله أنا حابب أمشي ومعاي ستيريو ومعلي الصوت على الآخر وبدي أمشتكيت يعني هاي حرية يعني هون دقعد مرتاح ما تكسر قوانين البلد اللي انت فيها ما تجيب العار لنفسك أو لعيلتك ولا تخرج عن الأعراف الأعراف الكبيرة وعمل اللي بدك بس اتسجرني يعني اليوم أنا مين معتز I'm really looking to unleash اللي انت حكيت عنه بالزبط اللي هو dedicate my time لرسالتي أكتر وشغلي طبعاً being a CEO of the group takes a lot of it a lot of it a lot of energy it's not easy a group تقريباً 8000 موظف it's a huge group I'm definitely a very simple person easily impressed easily when it comes to يعني روحت على أستريا مع مرتي ولادي هذا هذا السمر مرتي بتقول لي ما لك أنت محشش ولا شو كل شي واو 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 عملاك يا أما it's amazing وباحث بحب أبحث مش إني scientist بس بحب يعني هذا تعلي breathing وعملت ice cold therapy وبحاول أدخل iron man بحب أبحث بس I'm very simple I'm very simple vulnerable reachable I want to be as much as easy going as possible of course people who don't live بالإمارات ما بيعرفوا قديش الإمارات you need it's a very competitive market بسبب قديش سكيور قديش influential ال people اللي هون أبديش you need to work hard هون to really make it لأنه كتير في amazing people هون and you really need to do 200% لتقدر to shine it's not easy so you really need to put the effort هدا الأفر تبياخد منك طاقة كتير and that's why you need to put your priorities right when your priorities are right لما أولوياتك صح you can take the right decisions to put that energy وهلا أنا هناك I'm adjusting my priorities عشان أقدر أكون the simple person أكتر reachable person أكتر and a more family guy أكتر أنا بحب الأطفال كتير أحسك طفل كبير ها إن شاء الله يا ريت أهم الأشياء لو أعطيك شيك أعطيك مبلغ لخمسمائة سنة جدام مبلغ كبير وأنت أولادك أولاد أولادك عايشين مرتاحين بس الشرط أنك لازم تختار تسوي شيء واحد في حياتك لما تموت I would do what I'm doing now full time be the reason بتتخلى عن الوظائف الرسمية أكيد هذا 100% أنا مرضت قبل شهر أنس مرضى كتير غريبة أنا الحمد لله صحتي كويسة وقدر بالحالي والكلانتي وهالكلام وما في سكر ونورمال I get sick a day too بس قبل شهر مرضت مرضى كتير غريبة لشهر في البيت and that's why هيك عندي حساسية من المكيف فإمكان عم بكوحي شوي وطريت غصبا عني أقعد ثري ويكس بالبيت and it's a question I thought about a lot إنه what matters to me now I didn't regret one minute يعني ولا ثانية تخيلت إني أنا زعلان إني ما قعد في المكتب نص ساعة زيادة and it's a very weird thought طب أنا 8 ساعات 9 ساعات 10 ساعات في مكتب what I regret إني ما عملت إفنتات أكتر ما خلصت كتابي الثاني اللي فيه سنتين ما رحت ما فتحت الماركت أعلى ما بديت الجمعية اللي حابب أعملها اللي حتوصل تعمل مدارس وتعمل جامعات لأنه الله عطانا potential of reaching people online وإنت أنا مسؤول عندك مسؤولية كتير كبيرة شو بتوصل لهذه الملايين and the people you can impact and you can be the reason to create good or bad this is what I regret it لأنه الـ purpose تاعي عارفوا شو هو طب ليش ما أصرف عليه وقت أكتر definitely إحنا we are very lucky الحمد لله إنه الله سبحانه وتعالى اختار لإلنا إنه نفكر هيك at a young age I've met people at 60s even 70s who cannot go back in time بقول لك هلا فهمت كنت ديك اليوم قاعد مع واحد he has much money لخمسمائة سنة لخمسمائة قرن 73 result فبس أولف معه بحكي معه عمي كيف حالك قلت له عمي زمان ما كان هو هيك قلت له أنت لما بديت كنت nothing وكذا وحكيت لإستك قال لي والله العظيم عمو I wish I can go back to there تلو ليش قال لي عشان أقعد مع إمي أكتر مع أبوي أكتر مع أولادي أكتر تلو بس ما كنتش تعرف كيف تجيب المي والأكل قال لي كنت مرتاح أكتر طب إنت عم تسمع هيك من واحد مليوني اربع can't you wake up ومش هذا حكي أني أنا بدأ أكون مثالي أنا أجل عندي عيوب أكتر من كل اللي بيسمعه بس في فكرة المال هاي أنا سي لازم تفكر فيها مصبوط يعني فيه كزا رسالة بحب أوصلها اليوم هاي واحدة منهم واحدة الـ purpose واحدة المال والأكسرسايز اللي أنا نزلم كتير عملي people think غمضوا عينيك قول أنا أسد حتصير أسد هذا كلام فاضي سكر عينيك آه هذا تبع التنمية البشرية يا أخي أنا مش تبع تنمية البشرية سمّل بدك يا أنا تبع strategy I'm a strategist كيف تحط strategy اللي تعيش حياة أفضل كيف كلام فاضي يعني كيف تحط خطة وين بدي أروح كلام فاضي وكيف بدي أوصل وتحط الـ goals مع timeline أوكي أنت حر الموضوع very very important that you understand that you need to put the effort to understand yourself كتير مهم ألاس كتير مهم كتير والله العظيم حتندم ولو سويت الإكسرسايز تبع الrooking chair اللي حكيت لك عنه it's insane man حتقول أنا شو بعمل I need to do this I need to do this I need to do this نقطتين يا وبالي نقطة الأولى على موضوعك كنت تقول أنا strategy yes وسوي strategyات حق الناس حق الحياة of course ذكرت بنجامين فرانكلين قال if you fail to plan you plan to fail الله أكبر فإذا أنت ما عندك أي خطة بتفشل عشان ما عندك خطة تخطط للفشل الشيء الثاني اللي قلت توك خليتني أنسى الحين عن المال عن الآن أنا قلت لازم الواحد يلس مع نفسه تعرف شو اللي يخوف معتز أنت كنت تقول رسول صلى الله عليه وسلم كان يلس في الغار بشكل معتاد نأخذ الزمن اللي نحن فيه حين زين أنت اليوم أي إنسان تقريبا أول ما ينشي الصبح شو يسوي الله أكبر فأنا دائما أقول من أنت حين مبرمج من أول ما عيونك تفتح ردود فعل إلا لو رحت الشاور عشان ما تقيت أخذ تلفونك معاك إلا لو يالس على الحمام حين الحمام بده يأخذون تلفوناتهم إياهم بعد الكورونا الزوم ميتنج بالحمام فأنت إنسان أو نحن البشر اليوم مشتتين انتباههم مصروق أنت السوشيال ميديا يصرق انتباهك يبونك تتم على هالقناة يبونك تتم تسوي شي فأنا يوم إلي الإثمارات تطالع الناس أقول أتشوهم شي سواء زين شي أوتو بايلوت أنا أقول شو ياسي تسوي أوتو بايلوت هل أنت ياسي تدور شي معين أوكي بفهم أو أطبخ برياني أوكي دور بس شي تسوي يوم حد ياسي يكلمك شو ستسوي شي تسوي أول أنا داما أدخل للفت وأوقفه وأشوف الناس أول ما الباب يتسكر آه بطول عندك ثرت يسكر ما أحد قادر يتقبل ولا يحترم الملل ترى الملل زين الملل يخليك تقول تعال مفروض أتصل حق ما أدري منوه تعال مفروض أرسل إيميل لو أنت طول الوقت في ردة فعل ما بنكتشف أن أنت قدت هالتدريب أن كنت تيلس على كرسي ترى هذا يبالة كم؟ يبالة يوم يومين مع نفسك بس ما يبالة يعني الموضوع مش وقس بس لو أنت مشتت انتباهك مأخوذ ومصروق متى بتلحق؟ كلامك أنس هندرد بيرست واليوم هاي الحلقة بننخليها عملية نعطي تمارين عملية شان الناس تستفيد لأنه كلنا بنفايدة لبعض البربس أعود لحالك اليوم بكرة بعده ساعة بلاقي سموير روح ساعة بدون تليفون موضوع كل يوم تصحى وتمسك التليفون أول ما تصحى يعني تصحى أنت زي يعني أنت اختصرتها in a beautiful way تصحى ردات فعل يعني أنت بتصحى عن نفس الاموشنز دكتور جودو سبنزا روحت معه أسبوع ريتريت رائع الدكتور بيتكلم عن كيف الحين أي شعور بنشعر وأنا وياك أنس خلنا نبدأ من الثوتس إحنا كلنا هون في الغرفة لأنه إحنا ويهاف ثوتس معينة تعطينا مشاعر معينة حسستنا أنه لازم نكون مع بعض تسمها واحد من هالبلد واحد مصور واحد كاميرا واحد متحدث واحد جينا لبعض تقول start with a thought أنيثو أي فكرة بتيجي عراسك مخك بيعمل message لهرموناتك ليفرز كيميكي المعين لتشعر شعور معين سو كل شعور عندك بيبدأ بفكرة إذا الحين أجى هنا ثعبان كبير أنت شفت الثعبان هاي فكرة دخلت عليك من عينيك الفكرة هي الثعبان مرعب جسمك هيقول للغضة تبعتك افرز أدرانالين افرز كورتزول هتخاف وإذا أنت شفت واحدة حلوة أو شي حلو أو بنتك أجت عليك أو ابنك أجع عليك جسمك هيقول لك واو حيفرز هرمونات تخليك تحسها لك كوي so it's the idea وإحنا اليوم ويليف بنعيش نفس المشاعر كل يوم ليش لأنه نفس الأفكار عم تدخل مخنة كل يوم طب هاي الأفكار شو اللي تريجر تبعها حياتنا ولما أنت حكيت قصة الموبايل ليش يومك اليوم مش كويس يا أخي من الصبح أنا بديت على هالتليفون والإيميلات طب لاتني أعطيك ماي سيناريو تخيل حالك تصحى الصبح التليفون مش بالغرفة أصلا تصحى قبل طوله على الشمس على الخمس تعمل لك شوية تروع تجم شوي تمشي شوي تعمل شوية لسه ما شفت التليفون وتعمل شوية رياضة الصبح خلصت أنت شوي لروحك قعد شوي مع لعبت رياضة نص ساعة بعدين مسكت هالكتاب ممكن تكون قصة ممكن تكون لسه أنت ما أجاك أي ثوتس من بره شحن من عند ربنا شحن فيزيكلي من الجيم لسه أنت ما أكلت عم تستعمل بارح مسكت كتاب صفحة صفحتين ثلاثة بعدين أفطرت فطور مرتب أخدت أكل وبتحت سويت شاور وكذلك قبل ما تأخذ الشاور أنه اليوم تقعد أنا بحط الآيفون في عندي سونج سكس منت بس عشان اليوم واليوم وليوم يجب أن تكون عائش يا الله معقول أنا لسه عايش الحمد لله عندي بيت بس ونتا بعقلك هذا كله لأنه لما يكون عندك خوف أو قلق أو توتر مستحيل مثل هذه المشاورات لا يستطيع تحدث في الوقت يجب أن تكون عائش وبتوعد حالك وعد آخر شيء أنا اليوم سأراجع من أجل أو من أجل أنت تتقدم نفسك ليوم حيكون زي كل يوم صعب أو ممكن عندك مشاكل بس بس عائش من أجل عطيت حالك من كل حدا سبريتشولي فيزيكلي إموشنلي جاهز بس هذا قراب ذا فون وافتح أوف خطر أوف برو خطر بعد يوم يتراكم يمكن يوم عادي يومين عادي بس سنة وشهرين وعندك ضغط يعني فيه اكسرسايز كمان للي بقول لي ما عندي وقت روح الجيم ما عندي وقت لأهلي ما عندي وقت للجيم ما عندي وقت أقرأ يا أخي أوكي ما في مشكلة بس بديك تفتح لسكرين تايم بتليفونك that's all I want you to do هلا حط بوز على الحلقة افتح سكرين تايم وارجع وقل لي انك ما عندك وقت بعملها بالإفنت فيه ناس تقعدوا تحيط لأنه احنا بنوصل an emotional state وين الواحد بيبدأ مش يندم بس يقول كيف أنا عم بعمل هيك لأنك انت you're bringing them into a space بسكروا تليفوناتهم بركزوا معك and then they start sharing مع بعض hundreds and thousands of people قصصهم والله انت حملت هيك بصير مش اتغار بس انتقولي يا أخي كان and then you realize أربع ساعات بليوم على التليفون and it gives you which apps شو استفدت ساعتين ونص على الانستجرام and you're doing nothing you're checking أنس شو نزل شو اشترى شو عمل you're checking معتز شو عمل طب اوكي that's nice half an hour ياخي وان hour ياخي طب الثلاث ساحات التانية yeah it's a very important subject check your screen أنا تليفوني حاطت عليه الشو اسمه هذا منبه هذا اللي بيسكر شو اسمه لم يسكر التليفون time time it's screen time time limit time is screen time تحط limit أنا حاطت على الانستجرام limit لأنه هذه الحركة الجديدة يعني شوف يعني اللي عملوه وهذا البرنامج addiction man هيك that's all what you need to do تعاف بقول لك شي عارفة صدق تعرف السوشيال ميديا بلاتفورمز عندهم معيار للقياس تعرف شو اسمه thumb stopper they measure when your thumb stops هم أنت تسوي أو ما تسوي oh my god يحسبونها واحدة ما عرفتها هي جديدة لا أقول لك من الخبر منهم oh wow فأي إنسان يحس يسوي شي وانت تسوي ينحسب واحد أنه هنا في شي هني جذبتك كيف جذبت وعطي أكثر نزمة أي oh my god أنا ما كنت تعرفه فأنا أصرق وقتك وقتك اليوم أثمن شي عندك وقتك وهالشي من أيام قبل التكنولوجيا بس اليوم هالشركات الضخمة أدركت هالشي فهي استتعارك وتحارب كل هالشي قنوات الثانية كيف أنا بصرق وقت هالإنسان أكثر عنك وأنا ببرمجه وشو لازم يشتريه وبيلس يقارن نفسه أو هالبنت بتحس بالنقص بنتك بتحس بالنقص لو بتتخليها بس طول الوقت عمرها ثمان سنين تشوف تيك توك وهي ترقص وهي تضحك وهي جسمها تشي وهي عندها شنطة تشي شو تتوقع من بنتك تكون سوري بس عشان ما أنسى السواق كتير أسف أطعتك لأنه هاي كمان مهم أنت توصل الرسالة لأنه يمكن أنت أكتف أكتر مني على السوشيال ميديا and it's important for you to pass this message من مسؤوليتك مش أني بقول بس it's really life dictated this on you يعني ممكن هاي الحلقة يشوفها ألف ألفين ثلاثة عشرة مئة مليون they might think إنك أنت عايش على التليفون that's why أنت هون really I want to know أنت كيف هل عندك هاي الأدية ممكن عادي تقول أنا في فترة من فترات يس كان عندي مشكلة that's why I put it أنت ديو كنترولت ولا أنت بتخليها هيك أنت كأنس أنت ديو كنترول your social media engagement ولا أنت عندك self control بتعرف enough is enough ولا how do you do it أنت to people who want to be like أنس who want to learn from أنس because people think أنا دائما على social media أنا أنا not بس people might think you are so أنت I want to learn from you أنت كيف تعمل كنترول لأن it's not easy to follow up with all what's happening Instagram ما شاء الله couple of hundreds of thousands or a million YouTube برنامج كبير وteam ومسيجز وكونتنت how do you do it أنت how do you limit yourself هل أحب social media وائد amazing هل أنا إنسان منضبط جدا ديسكلا جدا يعني أنا حاسب نفسي ماحتاج معتزي حاسبني nice يعني تعرف نادرا نادرا أشوف المحتوى حتى حبايبي اللي أتابعهم ربعي ما أشوف وائد يعني ممكن أسوي ثلاث مرات بس يعني أنا on a mission عندي هدف شو بتشغل وقتا أنا بازم نزل محتوى لأنه مفروض أنزله أنا مفروض أنزل كده حتى مراتي بكومنتس ما أقراها وما راتي إذا عندي فرصة أقرا وإذا دعايا بلوك بس قصدي طب هل أحب السوشيال ميديا هي بس مثلا أنا أقدر أيلس معاك مثل الحين يلسني في مطعم بدون كلك هالكاميرات أحلف لك بالله ساعتين ونص ما عندي حجة التلفون برافو مان يعني ما دام هذا شغال معاك ومستهنس ومستمتع معاك الحمد لله ما أحتاج برد بلحك ترى والله ما بيش رد التلفون التلفون حلو الواتساب يمكن أكثر تطبيقة استعملة عشان الشغال communication هذا عندي شغل أخلص عليه على الواتساب بس غير شي بحس على عمري يعني حتى مراتي بقى فأشوف فيديوهات الضحك بس كم بتشوف بعد العشر دقائق تشوفني خلاص حسيت على نفسي وانا بخير بوقتي برافو ما أعطي بس جي يا من طبعا تشوفوا يانسي سني هو سلامة لأنه لأنه أحب أن أتعلم من الناس هاي فرصة تتعلم يعني لأنه كمان أنا كل مرة بعرف إيشي حينزل على السوشيال ميديا أنا أتكلم عن الأطفال اللي بيشوفوا هذا المحتوى اللي عمروا عشر سنين تسع سنين صحي أتكلم عن اللي في المدرسة اللي هلا عم بيمر بمرحلة المراحقة أو البلوغ أو 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 and they want to be like you and they say to be like him I need to do this الـ guidance كتير مهم كتير مهم بس كيف كانت طفولة معتز طفولتك مدرستك أنت تتكلم عن المدرسة بعض طفولتي الحمد لله عفوا ما مريت الحمد لله أناس بأي إشي يعني وهذا good house الحمد لله good home أبوي أمي أنا عندي خمس أخوان ما عندي خوات الله يعينها أمي أبوي أعمام خمس أولاد ما في بنات الله يعينها نحن بيت أولاد أنتوا كمان ضرب كل يوم الله يعينها أعود أقول طفولة ما مرت بإشي واو بس أعود أعود يعني ما كنت أحاول أكون طالع أعمل شغلات غلاط أخوي الكبير مثلا كان مشكلة جي كتير أخوي الأصغر مني بس أنا كنت أعود ما كنت أجيب كتير مشاكل بيتوتي بعدين أزاي قاتت أولدر هيك أن جنيت لي سنتين ثلاثة بس يا إز وز كويت إوز إوز نايس كنت أحب الكورة كتير كان عندي محاولة احتراف هنا وستوانتي ثري بس يا إتوز كويت نوث سبستانشل أعود رميب أو هيك إشي تراما صار بحب أحكي عنها نو أنا ما عندي هيك الحمد مريت بمشكل كبير كبير يا مرة أجت الشرطة على البيت جبت الشرطة على البيت مرة أو مرتين بس عدت هل بمطلع عليها بنضحك إذا كان يدح من أفضل هل بنضحك عليها إذا كان يدح مريت بمشكل كبير مريت بمشكل كبير يمكن مع خالد دكتور خالد تكلمت عن توم هانكس شوف كيف انه افضلتك اكثر تعتقد ان كل人 احبك انك في الوقت 20.000 الناس يتوقع وانت تحس النشوة وانا king of the world تعتقد انت هلا داون وحتموت وكيف حطلع هذا الباب مسكر وهذا مسكر وهذا مسكر تعتقد انت تعتقد انت شوف سبحان الله وانت لما حكيت قلت نوي انا شوفتها بالصدفة كنت اعمل هيك طلعلي انا وانت معتز استمتعين الحمد لله الله معطلنا الصحة اللهم لك الحمد انسوي عنا موهبة لا قدر الله انا وانت امرض مرض مرض اول اسبوع بيحزنون علينا اول اسبوعين اول شهر حبايبنا اكثر الناس مشغولة بتعيش حياته وتنساك فانت لازم ترجع مع نفسك مثل ما تقول تعيش يومك وتقول انا حي اه الحمد لله خلاص بدأنا صح بدأنا صح انا اليوم اه ما مثخن الحمد لله الحمد لله الحمد لله هذا كده لما نفكر فيه ننسى لما تخسر الشيء 100% وبنرجع فيها انس لموضوع الاولويات بنكون عمليين قد ما بنقدر نحاول نعطي 3-4 تمارين ترتب اولوياتك كتير مهم هذا الموضوع لانه this two shall pass مع اولويات صح everything لقلك هيكون this two shall pass شو المهم اللي تعرف اولوياتك what is most important لقلك اليوم تقعد محالك بنقول الله عن جد الله عن جد كيف تعرف اذا الله ولا لا حكي لي جدولك الاسبوع الماضي بالتفاصيل وحقول لك اولوياتك ما تفتح تمك حقول لك اولوياتك بالضبط وحقدر عرف من اسبوعك اذا همك الفيوز ولا همك الله ولا همك اهلك ولا همك جسمك حتيبين لان اسبوع الانسان روتيني صار وحيبين اذا انت بتحب التفلوبمنت ولا بتحب اصحابك اكتر انا اهم شي عندي الفاميلي الخط الاحمر متى اخر مرة حكيت مع امك والله تعرف الي يمكن ما شفتها طب متى حكيت معها والله الي تن ديز بس اهم شي اهلك ما هو احنا اليوم الحكي سهل انس انا بده سير زي انس انا بده سير زي شكيل انا بده سير الحكي سهل انا بده سير احسن لاعب بالعالم ايني حكيت طب بعدين حكي سهل ايني بادي كانتوك وهذه مشكلة السوشيل ميدا كل ما وحد طلع يعني فيه كونتنت املا يكمان ماي جاد لازم ما ينزلوها لازم يكون فيه فلتر ما ينزل كل شي ايني بادي كانتوك بس انت عن جد شو اولوياتك والله العظيم انس كل قرار باي ذوي بتاخده بحياتك كبير او صغير اي قرار بتاخده بحياتك شو تاكل كيف تقص لحيتك كيف تقص شعرك شو التشيرت واللون والشوز بيعتمد على علوياتك وبيبل تنك انو حياتك انعكاس لقراراتك الكبيرة لا حياتك انعكاسك لقراراتك الصغيرة اكل هاي الكتكات ولا لا اكلتها اتمرن ولا لا لا ما اتمرنت خلنا ايس كريم لا ما اتمر انام بدري لا قرارات صغيرة على مدار سنة سنتين ثلاثة ما اخدت اي قرار كبير كتكات ايس كريم برغر ما رحت الجم ما اهتمد بنفسي قرارات استافى عن ناس بس حياتك اليوم انعكاس لشغلتين قراراتك الصغيرة واصحابك وعلى طار الاصحاب في نظرية تقول انه معتز هو معدل الخمس اقرب ناس له لو ناخذ الخمس ونقسمهم هذا معتز قرارات الصغيرة وقراراتك الصغيرة بيحددها اولوياتك لما انا اولويتي اني بدي اعمل something for a bigger cause واعمل اكون واشتغل واشتغل واسوي واعمل جسمي لازم يكون كويس عشان يكون عندي صحة عشان اقدر العب مع اولادي وامشي زي الاحصان على الارض ويطلعوا على ظهري والعب معهم حتى وانو عمري سبعين سنة لانو رسالتي واضحة عارف شو بدي فصحتي لازم تكوني كويسة لازم يكون انا باعرف الماني عشان اوصل اللي بديها مثلا فلازم يكون عندي قرار صغير اني كل يوم اسمع اشي الماني او ادرس الماني قرار صغير انا باعرف اني لما اكون بهذا العمر لازم تكون علاقتي بقال لك كويسة ام ردي توميتم لاني انا مشتاء له فكل يوم بدي اعمل شي لربنا سبحانه وتعالى ما عقود 12 ساعة في المسجد الله ما نزلني عشان اعقود 12 ساعة في المسجد الله نزلنا عشان نعبده والعبادة بطريقة تحكيك ما شغالتك بطريقة سوقتك بالشارع كيف بتسوق على الناس كيف بتديم للناس كيف بتنادي الويتر كيف تحكي مع موظفينا كيف يعني انا بستغر من اللي بفتح باب السيارة وبرني منها يا اخي it's unbelievable الوالدة توقفهم في الشارع تقولوا انت بيتك 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 it's insane so كل اشي عبادة وما خلقت الجنة والانسة إلي اللي يعبدون ربنا منزلنا نقعد في المسجد 24 ساعة لا المسجدك تروى على المسجد وتصلي وتعبد وتعمل كل اللي طلبك منه بس تكون إنسان فعال في هاي الدنيا فthis is what we need to go up معتاز انت كنت متكلم في موضوع انه وايد من مشاكلنا التي من الأنا من الإيغو وايد من مشاكلنا اليوم من بتها خلنا نقول الإيغو ولا الأنا شو قصدك يعني شوف بديش أقول حنزعع لناس بس it's the reality هالواقع وأنا واحد من الناس كتير عملت شغلات بحياتي to stand out لأبيد لأتميز وهذا مش غلط حلو انك تتميز حلو انك تكون تشوف فلان شو عمل that's amazing بس لما تكتر 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 وتاخد مقلب بحالك and you really think انت اللي عم تعمل هذا الإشي لأنك انت special وانت قوي وأنا أحسن من غيري هذا مرض ما وللأسف I've been with people وأبلت ناس وحكيت عن هاي الحلقة بالذات لأني أبلت ناس أناس they really really يعني هو بيعتقد فعلا بيعتقد وبيآمن أنه أفضل من شخص تاني بسبب جنسيته أو بسبب فلوسه اللي هو ما له علاقة فيها أو بسبب لون بشرته أنا هذا طبعا كان موقف مش هدخل فيه تفاصيل بس أنا كنت ما صدقت اللي عم بسمعه إنك تحس نفسك أفضل من إنسان تاني بسبب أي إشي بالدنيا هذا الإيغو اللي عندك هذا بداية الدمار دمار كيف يعني أنا أحسن من أنس لأنه إيش مش فاهم كيف كيف أنا أحسن من أنس ممكن تقول أنا أحسن من أنس بالكرت القدم يا بس كإنسان ومين مهوز ده جد يعني وهذا المشكلة اللي عم بيخلينا ندخل بكتير مشاكل حتى بين الزوج وزوجته والأخوان في بعض أنا عملت أنا سويت It's good يكون عندك شخصيتك وعندك الأنا تاعتك اللي أنت كاسرها بتواضع لرب العالمين إنه ما في شي منك ما في شي منك كله بسبب إنه هو سمح لك وأنزل من خلالك هاي المعلومات والمال هذا كله مال ربنا هلا عندك تروح على العزاء واحد بيكون ميض بيت أجر وبعد ثلاثين بيتوزع المال مال مش مالك You come with nothing You go with nothing بتيج بيتعيط على الدنيا بيلبسوك مش لابس إنت واحد تروح مش لابس So what are you Nothing إنت الأثر اللي بتخليه وراك والإرث اللي بتخليه وراك Which is nothing you can touch You cannot touch it لما واحد يعمل مدرسة تحفيظ أو جامعة أو شو عم بيعطي مش المبنى المعلومات سبحان الله في حديث عن رسول الله خلينا أخذ لك رمضان كثير ناس يقول لك أنا ما بعرف أضبط أولوياتي كيف أضبط أولوياتي والأولويات صعب تتضبط ويا أخي هاي بدها شغل وهذا مش كلام واقعي اليوم لتسي إحنا آخر ليلة قبل رمضان أنا لتسي بشيش وبدخن وعصبي ومش حاكي مع أهلي من زمان بكرة رمضان ما بدخن هادي يا أخي التطلع يا أخي كيف فجأة تغيرت بطلت أكل الأكل كان بريوريتي بطلت أدخن الدخين كان بريوريتي الطلعات كانت بريوريتي كيف زبطت كل شي إن one day كيف اختلفت بريوريتي الزورة أهدى تقرأ قرآن تهدى حتى لو مش قريب أنت من الله أو إشي أو أنت عندك طبعا الجيج إذا قريب ولا لا أنا مش عم بحكم بس بتحس أنك لازم تتقرم لازم تكون أهدى لازم سبحان الله تصير تعطي الفقرة طب وين لك 11 شهر الأولويات ما كانت وضع رمضان بيجي شو أولوياتك كابتن and it changes it like this and this is the proof هذا الدليل إنك فيك تغير أولوياتك بس ينيد the reason بتغير أولوياتك إن شاء الله تكون المعلومات عم توصل لا لا أنت محترف مع المعلومات يعني إن شاء الله تكون عم توصل يعني ووالله أنا ستشوف يعني ممكن أنت عم بتخاطب مع شخص أربعين يخلينا نقول بس أنا قلبي يخي بوجعني على الشباب اللي بين الثلاثة عشر والعشرين يعني عن جد بتألم عليهم يا أخي عم بينصرف تريليونز ليكونوا مش هما ومسؤوليتي ومسؤوليتك أنت ولادك ولادي يا أخي هدول عم بيشوفوا شغلات وهلا فيه هيك شيء هذا الإشي الجديد اللي طالع اللي صرت لازم تفرق بين الولد والبنية والله يعينهم قلبي عليهم قلبي عليهم ومسؤوليتنا إحنا اليوم بنكون سبب أنه نحط محتوى هادف محتوى يوصل رسالة هنا أنا ما بتحس لما في الإفنت أشوف ولد عمره 13 سنة جاي مع أمه أو أبوه هذا عمره 13 تخيل أنت لو الحين عندك هالمعلومات وانت عمرك 10 سنة يا الله كان الحين انت ماخد المريخ وجوبتر مع بعض وعامل عليهم هناك شو تخيلنا فهي رسالتي لكل حدا بيقدر يوصل لناس بيقدر يحط محتوى مش ضروري كل المحتوى يكون سكر عنيك بتصير جراندايزر وانت لازم تكون الوحش وأحسن لعب لا بس محتوى حتى كوميدي مش ضروري تسفق واحد كف وتحط كيكا بوجه وتخليه مسخرة عشان تضحك الناس ما فيك تضحكهم بطريقة تانية شارلي شابلن شارلين شابلن ما فتحتمه مستر بين ما فتحتمه وضحك كل الناس فممكن يكون في محتوى جميل ومحتوى هادف ومحتوى بضحك الناس كتير بدون ما تفتحتمك بدون ما تقذي حدا ليش لازم جيب كونتروفيرشل تينجز فدخيل الله ياخي لازم نشتغل على المحتوى اللي بينقذ هاي الناس وأي واحد انتتش وذأ فاميلي بعائلة عندها أطفال أو انت عندك إخوان صغار أو أهل أو أطفال حاول كون اجود اجزامبل لهم هم حاوليك ما تفسك الموبايل وهم حاوليك احكي كويس وينيدهم لنهضتنا لحياتنا شو ما ديش فخورين اللي احنا كأس العالم بقطر فخورين باللي صار عنا طاقات مان عنا عنا ثينجز وي كندو انبيلي بل بس لا شو هذا بدي زيه copy copy عقلك الكرياتف واقف you don't need to be creative ما هي موجود I want like this بابا بدي هذا ماما بدي هذا so you copy that's it copy والإشي اللي بعجبني هون one of the reasons that I love what you do انه you don't see anybody doing what you're doing بيسحبني هذا الإشي واو مين هذا الشخص شو بيحمل وطلعان وليك متكلمين قبل 15 زن ومش متذكرين واو شو بيحمل مين هذا أنا أنا more curious هلأ أعرف أكتر بس طبعا هلأ مش هقدر أخذ البرنامج كله لأعرف بس creativity من الفضول والفضول تعفين من شو من ملل آه والله يمكن صح والحاجة بس الحاجة أم الاختراع بس الملل يخليك تفكر في الشياء والحاجة تخليك تفكر مثلا أنا أعطيك مثال شل أولادك اليوم زين حطهم في غرفة حط ورقتين وألوان بدون تلفون عباد مثلا أيك يقول لك بابا ملل ملل أبا مادري شو انسى الورقة انسى حطها معاك في الصالة في البيت بس ما في تلفزيون ما في مثلا آيباد بابا ملل 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 وقل لي بابا ملل غسمر عنك زين والله العظيم خمس دقائق ولو سبع دقائق اخترعوا لعبة صح بينهم أنت نخشني وأنا بدورك واللي يلعبون لعبة واللي يضاربون بس يخترعون الشيء عشان الحاجة والملل طلعت بس لو أنا طول الوقت بس يأخذ من بره عقل يقول ما حتاج أشتغل أصلا ليش أعوال راسي من الكتاب صغر عقلك هاي واحدة من الشغلات اللي صارت اللي خلتنا أكتب الكتاب بالضبط المثال اللي انت حكيت وكاتبة في الكتاب دخلت عبني سيف الله يحفظ لك ولادك كان صغير ممكن وما كان عنده ألعاب وعم بعمل انه مش عارف اشي عم بيطير ايديه وعم وعنا عم بتطلع شو عم بعمل هذا وعم بتطلع عليه ما معه اي اكوبمنت اي ألعاب عند اي ريالايز بالضغط اللي انت حكيته شو هادمة شو عم بيفكر شو عم بيشوف أنا ما بعرف شو بيشوف خليته يخلص بعدين سألته وقال لي مش متذكر خلصت الموضوع مش متذكر شو عمل بس سمعته بعمل أصوات زي ما انت حكيت بس هو قدامه هذا الايباد بليز مان هذا الايباد كم بتعطيهم عطم خليستفيدون بس عطم حد عطا في دائما نذكر هالشي وهالشي مفروض الاهالي طيب وانا احس طريقة حلوة ان الايباد يكون full charge تعطيه لولدك على الويكند تقول يوم البتري خلص راحت عليه احيان هو لازم يعرف يدير وقته او يخلص غربه وراحت على الجمعة او يقول لك لا ابوي انا اللي احنا شو اه باقي شي اخلي شوي حلو يعلمهم ان يديرون وقتهم وانت تشوف شو المحتوى الياس يشوف ترفيشها حلوة انا يعني اذا بتمنى اشي واحد من الحلقات بحكي لاتيم عندي بدي اعملها اي عن لان الحمدلله رب نرزق اني ثلاث اطفال فيه amazing mechanism ازاي هاي تعلمت وابطبقها اولادي نصيحة للي بحب يقرأ كتب في كتاب اسمه no drama discipline بتكلم عن كيف تعمل الشغلات هاي no drama discipline واحد تاني اسمه scream free parenting كتابين رائعين اناس او انا بنصح فيهم لاي شخص عنده اطفال طبعا فيه شغلة جيت مرة بدي اشتري كلب للبيت ما اجرب طبعا سبحان الله اول شي اجا في بالي انا بدي اشتري كلب طب انا ما بعرف كيف اربي كلب اشتريت كتاب انا ما اشتريت كتاب لما اجاني ابني فانا كنت والد مش اب وزوجتي والده مش ام and it hit me four years ago انه انا ما حدا علمني كيف اربي هذا المخلوق اللي هيصير مدرك وحيسأل وعندي سبع سنين من حياته مهمة وسبعة اهم وسبعة اخاوي طب انا كيف اتعامل معه هذا اريت الكتاب لما كان عمره سيف الله يخلي لك ولادك ولادي اللي بيسمع ممكن five years old قلت كيف انا ما اريت كتاب زي هيك قبل جيت اشتري كلب اريت كتاب نصيحة انا ما بقى حب اقول كلمة نصيحة حتى في الـ event it's a discussion man it's like we're sitting it's nice to حلو تجاهز حالك بالـ skills لتكون أب وفي جملة وجملتين من هذا الكتاب ممكن تغير حياتك وسبحان الله تربيتي لابني التاني ولبنتي هلأ اعتبر بروفيسور بالنسبة لسيف مش بسبب الخبرة بس بسبب اللي عم بتعلمه صح كنت بدي ابني perfect ملاك ما يخلط لا بابا بلون حاطت حوليه الحين يا عمي روح يا عمي كسر رجل اوكي كسر رجل ايش اعمل به but it's part of the process so screen free انا ما في اي commercial ties معهم just sharing في واحد بظيفة the five love languages with children اوه حاطوا على اللستة قالوا لي عنه the five love languages في five love languages اللي انا انا شكلها نص الجمهور تخليهم ما شاء الله ما يخصني في الكتاب بس الكتاب جدا بس بسيط دكتور نورمان دكتور ما عشو اسم لهذا بس يعلمك شو لغاتك انت للحب وشو مفروض زوجتك تعرف عن اللغاتك وانت تعرف هاي لغاتهي عشان تملي ننسمي كاسة الحب اللي فيها والتانك عشان يمكن الشي اللي ييه في عينك ما ييه في عينها بس يتعلم اه هالي حب معتز بس سوي اكثر بس حين فيه للاطفال ايوة اي سوت هذا الاستفاعي الاطفال هذا ما اقري لاني هلا انا اول مره بجيني بنت الحمدلله وما عندي خوات فتخيل انت الله يعين انت بتنكسر الحين هكا بتعملي بابا انا اجي سبحان الله تسابت بري دفرنت فيب بري دفرنت فيب الله يخلي ولادك ولاد اللي بسمعه لا اعرف لا اعرف لا اعرف لا اعرف ولازم اهلها تكون جاهزة بعفتها للزمن اللي جاي لا اعرف اكون دي تكتب عليها لا اعرف لا اعرف تكون هي تذكرتي للجنة كيف لا اعرف ولد انا كنت ولد وكنت صغير وبعرف وانو شو حيصير يعمل و اي عمر بس تلقرأت بس بنت واح و بان جوهرة هاي كيف people think men are strong والله العظيمة if women understand هم بحاولوا يصاروا ولا يصيروا زينا وهم اقوى مننا ياخي بتشوف رجال طول بعرض وشركات وحشم وعشم منظرة بيصير ما ينام تفكر فيها هاتست انرجي مو منها لا لا انا بدي اكون زيك وانا اقدر اعمل break work وانا اقدر اكون ليه 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 ليش اللخبطة هاي المرأة البنت اللي بتنمو صح وبتعرف وزنها وقوة الانرجي اللي عندها she can do and get anything in her life anything وانا هذا اللي بطمح اعمله في بنتي وان شاء الله الله يوفقني اني اقدر اوصل لقلبها ولروحها انها تعرف هاي القيمة تاعتها بدون ال الاشي اللي بيصير حواليها والسوشال ميديا والدعايات والسوبرفيشياليتي هذا القشرة الكبيرة اللي عم بتصير اني يجب ان تظهروا مش غلط انت حرة انا ما ايلي غلط ولا صح انا ايلي انه الجمال حيجي ايج ويروح يعني اوكي انت اليوم باميلا اندرسن انت اوكي بعد سبعين سنة كيف شكلك كيف شكلي العمور هياخد منه بس انت مين بس انا مش مع او مش ضد انا ما ايلي رأي انت شو تعمل بحياتك عمليات تجميل لبس انت حر اعمل بدك ايه ما في صح وغلط انت بتعرف شو الصح وغلط وانت بتعرف شو الصح وغلط بس فيه كور جوه ولا انت انت هل هناك قوة منه بحياتك والانت هل الناس يظهر انت بحياتك او انت او انت انت بحياتك او انت بحياتك وربنا يرزقك ان شاء الله طفل ثالث وتكون برنسس تشوف كيف حتتحكم فيك وانت كمان زيه ما عندك خوات لا 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 الحين عندي نص اخت عشان اهلي تزوجه تطلقوا تزوجه فنحن ثمان اولاد وبنت اه بس يعني انا حين فارق في العم اه اوكي الله يرزقك وانا اطلقت فاذا بتزوج بعد مرة بعدين اذا الله رزقني بنت احنا الحمد اللي عندي والدين الله يوفقك يا رب هل انت ابو زين ما ابدأ اقول يس لانه انا لما اقول زين يعني كأني وصلت ما بحب اوصل ما بحب اوصل ما بحب اوصل ما بحب شعور ان وصلت بخليني يكون عندي سكرة انجاز ما بحبها ما بحبها ابدا بحبها اوكي بعد الايفنت وكذا وبعد كتاب وزحم وعالم اوكي بس لا 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 هناك الكثير من يفعل اوكي بحباتي يعني احاول ان اكون اخبار بختبر عليهم كتير مساكين بس اي اقول اوكي بحباتي اوكي بحباتي 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 يعني انا عمل ابني مرة شغلة اوكي بحباتي كان على الايباد بس انا دخلت البيت خبى الايباد هاي اللي بيقى الارو ايوج الارو انا صاحبك انا حتى لو عم تعمل شي غلط وماش فاهم همش عم بعمل شي غلط بس ما كان وقت الايباد وانا ما بخبي الايباد من ولادي الايباد موجود على الطاولة بس it's not to be used في يوم كذا من الساعة كذا لكذا انا ما بخبيه عشان ما يستعمله المخدرات قدامك بس ممنوع تستعملها هذا كتير مهم مش مش عم تستعمل المخدرات لانك مش لاقيها ما بتستعملها لانه انت بتعرف انها غلط او مش وقتها I'm using an extreme example عشان تقدر تعمل بس وين انا رايح بهذا الموضوع ما كان يوم الايباد ف it got me مش وريد بس انه اوفو عم بعمل غلط بس I understood بعدين انه his urge of playing ما قدر يعمل له resistance انت حطوا قدامي يا زلا مش يلو يعني حطوا قدامي بتقولي ما تلعب I started training them على chocolate kids love chocolate مم chocolate موجود عبيت التلاجة chocolate الخزانة وتخيل الولد بعد ما ياخد lunch ولا ايش يزدروليك فور chocolate بس بعلمه المتعة المستقبلية مش متعة حالية استثمر اكتر في المتعة المستقبلية اذا بتستنى لثالث يوم ثلاثة ويكة عندهم chocolate او ثلاثة حسب اذا كانوا كويسير انا لا ستحصل على 2 بارز بدل 1 and it's very effective very very effective بس جانة هلا ما يفرق عندها كل شيء على طريق جانة مستحيل وما بقدر اقولها لا بس هقددك بابا حبيبتي بصوري الابو عرفنا زوج زوجتي انت زوج زين اعرف ايش اعرف ايش ايش او ثلاثة من 22 عام من هي بنت صغيرة كانت يجى عنا على الحارة صغيرة من تسع سنين عشر سنين احب ايش احب ايش 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 انت 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 تفهمني وتتحملني اي انسان يريد به يعمل شيء كبير ايش انت انت ان اتركت انها امراه ما بقول ان انا عظيم بس انا لدي عيوب اكثر من كل الناس اللي بتسمع وأنا ما وصلت لإشي وما أنجزد إشي ولا أنا بيرفكت ولا بقول أنا عندي شي مميز عن أي شخص آخر أنا عندي كلمة ديسبلن ما عندي شي غيره وعندي رسالة واضحة وبقر كوز إن شاء الله بس I'm lucky with my wife صراحة وبزعلها كتير وبتزعلني بس that's the beauty يعني كل المشكلة بتصير بيني وبينها بتصير مشاكل معاك ومأمرتك بس هالمشكلة بس هالمشكلة نبدأ روحها على البيت لا لا مشكلة زي أي شخصين زي أي صحاب يعني أنا مرتبة نديها ليلي يعني يعني وصلت I know ممكن نزعل من بعض بس مستحيل أكثر قلبها impossible صعب 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 I wouldn't do it and بعد ربنا سبحانه وتعالى وإمي وأبوي اللي لهم فضل كتير كبير علي بدون هبة أنا ما بقدر أعمل اللي بعمله no way no way no way مش بحكي هيك والله عشان yeah you no no it's impossible how can I be close to my kids وأكون مدير ناجح مدير ديش أقول حتى ناجح مدير وأعمل اللي بعمله وأسافر من بلد لبلد وأدرس طب ما هذا بيأخذ من وقت البيت إذا كل يوم حط نوب تهبت أقول لي وينك شو عملت ليش أنا مش معك ليش أنا كذا ليش أنا كذا ليش أنا كذا كانت تيجي معي اليوم وقالت لها حبيبتي بالليل وتعباني كانت تبديك تيجي أهلا وسهلا بس أنس ما بيخلي حدي يدخل على الستوديو أوكي حبيبي هفا نجو يحدعي لك وهلا دعولي وانا طالع بس إذا آه أنت وأنس ليش ما أكون معك شوف كيف وهذا الأسف طاقة غير الانرجي مان I'm telling you women with energy الانرجي اللي ممكن يعطوه للرجال to become an alpha leading male to become ليروح للي بدو إياه without worrying شو هيسير بس يروح عالبيت 90 80 ياخي ما أبدأوا 80 70% بتعرف أنك راجع عالبيت شيء سابورتب أنت حتتفجر in a good way سوأ الحمد لله I'm very lucky مان تعرف شو اللي على أطاري الرجل والمرأة هو توقع ينطبق على اثنين بس نحن الرجال فبنتكلم من منبر الرجل يعني وما تحب وحده مثلا الحين تتحب هبة عطيتها قلبك صح معناتها عطيتها انفتاحك العاطفي your vulnerability is given الحين هش تقول شي تسوي قلبك مثلا تقولك آه ساير مقابلة أصلا كلامك كل سخص مثلا خير خير زين ما يلعب في مخك في كورس انت بتيهني تقول معقول أنا صدق أنا سخير مثلا ولا تفلسف عالفاظي أول تيه تقولك حبيبي صدقني بس لا تغير من نفسك بس روح يلس تكلم مزاجك مفرفش أول صبح تيه مبوزة مبوزة يعني مبوزة مبوزة أنت تروح المكتب أحين ليش هاي زعلانة أوه وتطرش لمسج ما ترد عليك ساعتين ثلاث ساعات تشوف القوة من الجمال عشان أنت عطيت حد شوي من قلبك على الأقل حتى ما بيكم بعض الناس ما يعقون كل القلب بس عطيتها شي حين هي تقدر أو توصل أو تعقق تحت وهذا له بوث سايد زينس يعني اليوم أنت لما تسلم يا خليتني بوتت لايك دس لازم تكون رجل كلمة الرجولة رب أسرة يعني في شوية قيادة مش قيادة أنك أنت بس المرأة تحس إنو شي كان كتير مهم آه بس أنا ممكن شاب يحكي أنا انتروفيرت شو يعني شو يعني الانتروفيرت still you can give the energy وتعطي الطاقة أني أنا leader you can depend on me أنا leader بجوي أنا leader حتى لو بتقعب تقرأ طول اليوم ما بتطلع من البيت أنت انطوائي دس دس نطمين إنك أنت مادر تقود بيتك ولما المرأة تحس إنو بالفمنان انرجي تاعها إنو أنت المسكيلين انرجي تاعك إذا leadership أو يعني بتقدر تعتمد عليك she can offload she feels هتحس إنو هي مش ضروري تاخد زمام الأمور كل شي لحالة شي والريلاكس ولما هي شي تقدر تريك تيك الانرجي الصح وزي ما أنت حكيت بالظبط إذا واحد بصحة كل يوم الصبح بدون supportive energy حتى ممكن واحد ما يكون متزوج وعلاقته مش كويسة مع أبو أو مع أمه أو مع أخوانه supportive energy is a must وبيقول لك شو أدى الطاقة كلام فاضي يا عمي أنت الحين هتدخلنا في هاي الأمور كفر ومش عارف شو أعطيك مثال بسيط لأن to answer this عمرك كنت في قعدة أجا واحد ما قال إشي سلام عليكم شباب وقعد وحكى له كلمتين وانت حسيت أنه حابب تقعد معه أكتر صار ولا ما صار معك ومرات بتدخل على محل واحد قاعد على الطاولة ما بيحكي ولا كلمة نفسك تقوم يا أخي صح عد تليفون ممكن واحد يكلمك يقول لك ألو ألو السلام عليكم كيف حالك يوفيلو هلا تفضل وممكن وقعد ألو مركز الشرطة مثلا متصل لك energy is real ما نحتاج نروح بعيد معتز هل الناس اللي يحسون هالموضوع مش حقيقة ولا من حقائق العلم مثلا لو اليوم أخذ مايكروسكوب وي في ريلك زوم 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 شو بأشوف atoms صح ذرة الذرة شو يستسوي صح استهز فليش تعاف أنا دائما كتفكر تعاف خصوصا بالكلام الأمريكي يقول hey we're vibing when we vibe together أنت تقول تعرف ولا مارا فكرت شو معنات vibing حتى الأمريكي يقول لك ما ظن هم ندرك شو معنات vibing vibing معنات from a vibration من اهتزاز صح معنات technically my atom's vibration is on the same vibe as your atom's vibration and that's why we're vibing فبس فمعنات الطاقة موجودة عشان أنت من ذرة والذرة يستتحرك يستفرز 100% طاقة فأنا يمرتح لأي إنسان معنات الطاقة اللي أنا جسمي يسيفرزها قريبة من هالطاقة 100% فقط 100% وفي ناس يكثقيل يلوح شاب دكو فيه واحد يكخفيف يضحك وي وتقول اوه يعني رأي تقدر أمشي ويها الإنسان أكثر أصبح لنسي نتمشي أجريد في كتاب رائع اسمه The Biology of Belief لدكتور بروس لبتن لما كنت بقرأ وشو هاي الطاقة وشو كذا He's a scientist وبيحكي بالضبط اللي أنت حكيته It's an amazing The Biology of Belief كيف أنه 99% of the atom is empty space It's all energy وكيف حتى لما يجي يسوي MRI أو صورة ألتراساون بجسمك هو شو عم بيأخذ من الVibrations اللي بهادي الأورغنز اللي جواتك لبرة زي الدولفين فهو عم بيقرأ Vibrations علم رائع وعلم عميق كتير كتير حلو أنا I've يعني رحت في experiences وبخبرات I felt it كتير بختبر أناس كتير كتير I felt it and I couldn't believe اللي عم بيصير People cure from شغلات غريبة It's real And I believe it's real I've seen it It's real حتى سبحان الله عندنا في ديننا شو يحط إيدك ويقرأ الفاتحة شو هي هاي طبعا ما أخذ دوا رقية شرعية It's you believing إنه هذا الكلام اللي حتحكيه هو is very superior power وإنه ما في إشي أقوى منه الفيبريشن تبع القرآن ما في إشي أقوى منه This is your belief in this فبتقرأ رقية شرعية وكذا وصورة الفاتحة سبع مرات ولو بتقرأ أنت الرسول عليه الصلاة والسلام من رقية تبعته كيف كان you will see إنه words have vibration كل شيء vibration everything is vibration حتى الكلمات صار حتى الكرسي كل شيء has vibration my passion معنى الحب شو هو Oh wow حسب أي حب أنس يعني أنا هلا بحبك وبحب إمي وبحب أبوي بحب ولادي البروغراميق حولينا أنه حب يعني رجل ومرأة which is not wrong بيجين ما في صح وغلط أنا بعرف الحب حسب الشخص حسب الموقف بحب وطني بحب الإمارات بحب أنا مولود وعايشهم طول حياتي بحب ولادي الحب مختلف depending بس إذا بدنا نحكي عن حب الرجل والمرأة اللي هو أغلب الناس بلا تسمع شو هو مش لأنه يتسلز لأنه هو أكتر شيء shocks you أنت بتنولد أبوك إمك تعرف كيف تحبهم بعدين أطفال بيجيك أطفال سلولي تدع تحبه بس لما ينولد صراحة كان شوك لإلي يعني أنا كنت مرت حامل بقول لأمني مين هذا اللي جاي يعني أنا بحب هبا بس مين هذا اللي جاي يعني عيدون مين هو أقسم بالله أنا سأبقول لها مين هذا وهيك أنا ملايك مين هو يعني أوكي I like him بس شو هو هذا فأجه وصدن لمان بعدين سيف أجه الله يخلي لك ولادك ولاد اللي بيسمعه and I just fell in love with the guy ابني بعدين حملت مرت بيوسف and that was a shock I'm like ما بدي يوسف شو هذا أنا سيف كيف أحبه وربنا سبحانه وتعالى سبحان الله بعدين جانا سين so these things is by nature بس لما زلم يشوف امرأة أو العكس الصحيح والenergy vibes هذا انت ما تفهم شو قاعد يصير كيف يعني ما تنام مش فاهم أنا تعبان لعب كورة لعب رياضة ماكل أموري تمام قاله قاعد للأربعة الصباح شو قاعد بتعمل وقتهل أول مرة صارت معي كانت هبة by the way كنت صغير أربعة طاحش ولا شو معلي ماود what is this what is it مش فاهم شو هو and that's the beauty ما ضروري تعرفه برا people are كتير titles labeling no need man just feel it simple life is very simple احنا simple يا أخي الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول الناس تدخل عليه مرعوبة يقول لهم أنا ابنه امرأة من قريش أو كما قال عليه الصلاة والسلام كانت تأكل القديد يعني اللحم المجفف بساطة just feel it just feel it لو أنت وقتها ما بتقدر طبعا أنت just feel it you understand شو اللي عم بيسير والبنت بدهت شو هذا اللي عم بيسير it's the most beautiful thing ever and the most controlling thing ever you control أنت بتتحكم بالناس بشغلتين الخوف والحب إذا بتخوفني بتتحكم فيي وإذا بتخليني أحبك كتير بتتحكم فيي هاي التو فورسز اللحمية بس كديش بحبها الوريينج وال وشو أتكن قورونج أتكن قورايت بس إذا أنت متعلق بإشي أعظم إشي ما بيروح أي حب تاني بهون and you can go through it في ناس مات ابنهم مات أبوهم مات أمهم من عشرين سنة and they cannot get over it لأنه التعلق الشديد هذا بإشي حيروح مليار بالمية بيخلق هذا السيناريو وبدع ربي سبحانه وتعالى أنه يعلقني فيه أدمى بقدر متعب الحب إذا كان بعميك بسكرك هو حلو في الترانزيشن بس ما يوصل لدرجة أنك أنت بدأ لأ ليش ما ردت ليش ما رديتي ليش أنه أنت التعليق الغير مزعج ومؤلم فلا أطفالنا وحبيبنا وشبابنا والله ما في شباب أي عمر سبعين سنة بتلاقي بيحبه وبطل نام بالليل enjoy the show enjoy the show شيء تحبه في معتاز شيء أحبه في معتاز والله ما عمره حد أسألني هل أعد عن نفسي الله يبه يمكن صعب الواحد يحكي عن حانو it's not easy بس خلينا نلاقي الكلمة الصح that is not مش مش obnoxious وهيك عنجد ما بدي الشر لحده حتى الناس اللي أذوني يعني تعلمت من شغلة one of the events طبعا the events أناس يعني I wish one day you can come to one of them it's insane بعد the event باقعد I don't go home until I see everybody يعني باقعد وبيجي منتصور وكذا لأنو these are the people who مش دول دي شغل made معتاز بس give the energy to معتاز ليكون من هو هو الناس اللي بتيجي وتستثمر وقدها وجهدها وما لها لتشوف وما بروح لها أقعد معهم كلهم ويتاك بيكتشيرز وكذا أجت وحدة beautiful lady وفي هي space أنا بكون مثلا هون والطابور هناك عشان ما حدا يسمعش وحدة بدي يحكي زاشي person وأجت عطتني وراء شكرا كتير لأيلك وكذا ودمعت شوي وتحكنا وين قالتلي بس ما تقراها اللي تروح الغرفة أو تروح تلو وقالتلي ما في شي بيستاهل وهيك وخلص رحت على الغرفة عايدونه في كان اير وتمجونك توسي بس عمقا نفشرت لأنه أثرت فيه كتير رحت الغرفة ونسيت الموضوع وساعة ثلاثة الفجر وبغير ملابسة حطيت ايدي في جيبي الوراء شو الوراء هاي نسيت شو هي حتى فتحت بدون ذكر أسامي ولا اي بلد كنت ولا ايشي ممكن تسمعني هلأ انت اثرت فيه كتير باي دوين you have no idea اديش i don't even i can't يعني ما بقدر اوصف شو عمل فيها هاي الوراء she was raped by relative وكانت تشوفه كل اسبوع مرتين لأنه كان يجي عندهم على الدار واحنا كمن we can't even imagine the pain ممكن قول I imagine no we can't imagine طبعا الرسالة of the pain and she is thanking me so much يعني عم تشكرني كتير وبتشكر الله المسخر لها تيجي وتسافر من بلد لبلد لتحضر وكيف انها for 20 years she is suffering like literally suffering من هذا الموضوع واليوم اخدت قرار تسامحه يعني هلأ انا عمبرجو it's insane وانا بقرأ هيك تسامحوا كيف كيف تسامحوا لانو انا لسه المتشورتي لسه ينوي ماتشوريز يموم وانو 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 نعمل بالإيبنت توريل اللي تقوف كتير شغلات انا كيني تموف اون يا ما بتقدر تضلك بس ما بقول صح وغلط سامحت او لا انا اجين ما عم بحكم كتير مهم من الناس تعرف انت مش في موضع تحكم احد وامين انت يعني امين انا وانت امين افريقون وهذاك اليوم انا في اشي هون لما قريت الرسالة في اشي جواتي عمل سامح انو اذا بهذا الفضيع حدا بقدر يسامح ليرتاح يسامح يعني ما بتريد الشر لحدا ما بدك الشر لحدا انا مسامحك لفورة بيجير كوز ولما تسامح انت عم تاخد المفتاح من الشخص اللي ضرك لانك انت لما مغيوز من واحد وبدك تنتقم منه مفتاح سعادتك معه سامح واخد المفتاح عندك وما بدك الشر لحدا اللي بحبه بمعتز انا ما بدي الشر لحدا ما بدي فيه ناس كتير اذوني انا ما بدي الشر لحدا ومسامح كل حدا ومسامح اي اشي بس طول عمري هيك بس هاي القصة واو it's insane مجنون مجنون و living it actually و reading that letter كتير اثرت فيه شكرا كتير لالها يعني كتير شكرا مش شوي I don't know if you can even air this بس insanity it will air insanity and yes السماح ممكن يخلصك اخواتنا كتير مضغطات عناس كتير يعني انا ما بدي افتح شو بسمع بالإفنت you know in my work انا بحك كيف لو انت في الشركة اجي عندك انا عندي مشاكل في الـ HR مشاكل بالفايننس انا بحكي مع ناس عندها مشاكل inside و اي مشكلة بتبدأ بتريجر و للتريجر ممكن يكون تراما من انت ولد صغير لسويسايدل انا يعني في ناس سويسايدل بيجوا علي بنت خوف ديب ستوف ديب ديب ستوف and for them تشيرت للناس تيجي تحكي معك انسانتي we're very blessed and I think اكيد الناس تيجي تحكي معك هذه بلسنج من الله ان واحد انت يوصلك رسالة منه ساعتني اشوف الدنيا بمنظور آخر هذا شو الحكي هلا maybe you got used to it and I got used to it but people برة are changing their lives their course يعني هو ماشي هيك سمع شغلة انس حكاها قال you know what انا هعمل هيك وحد عيله في الليل it's big man it's big فالله يارب يكتب لك بكل شي بتعمل وان شاء الله عاد نيتك وزيادة بإذن الله كلنا معتز وما كلنا علينا واجب ومسؤولية حد كان عندي مقابلة من اربعة ايام يمكن فقالتلي تحب الشهرة وتحب اللياس تحصل وكذا قالتلي شو تعني لك الشهرة قلت له مسؤولية قلت ست كل ما انا انشهر زيادة مسؤوليتي تزيد عشان اعرف ناس يستسمع وانت على النقطة اللي قلت انت تعرف الفريق هذا كم ديم كم رسالة عن الانتحار عن الاكتئاب عن كم شخص بكى على هالكرسي عن انسان احب يوم اسمع وارتاح يوم اسمع حد يقول انس بعد ما شفت هالحلقة عرفت انا مو بروحي اردت وموتات ليش انا بدعي لك انا مش وحيد اليوم بعد ما هالحلقة بتنزل الله بيشهد ونحن بنشهد وبنقرأ وبيوصل لنا شخص بيكون كان يحتاج معتز عشان قصة معتز شبيهة لقصته مي بالمي صحيح فهني الواجب ان الواحد يقول انس ليش تبقى قصتي الموضوع مش عن معتز فقط بس اكبر اضخم اضخم اعظم كثير انا جدا متفهم هالمسئولية واحب هالمسئولية ونحتاج وائد ناس ياخذون هالمسئولية معتز وانس و احمد وليلة وسارة كلنا كلنا لازم ناخذ مسئولية ومن اصغر بيت يوم ولدك ما يستحي يقول لك سؤال لين الناس المؤثرين على السوشال ميدي حتى لو ما عندك السوشال ميدي ترى انت مؤثر 100 بيس للمية اللي بتابعوه ومن رابعك للمية اللي بتابعوه ايجري ودي 100% شو شي ما تحبه في ما عتز اوف تقول لك ارأي احمد الشقيري الكلكيع مليان كلكيع مليان كلكيع العصبية ماهم العصبية مش اني بكسر الدنيا بس ام ديفلوبينك الحمد لله دعاء كتير حل ورب يزدني علمة وكمان في القرآن اجين انا بقتب اسم القرآن مش لاني شيخ مش لاني ام بفهم كتير بالقرآن بس لاني اي بليف انه القرآن او الدين هو اسلوب حياة مش مش كتاب للمسجد او لا لا اسلوب حياة حتى فيه كيف تدخل على اهلك منهج اسلوب حياة فاوكي الماني والتبعنا شو بيقول بيقول انه من قوتي الحكمة قوتي خيرا كثيرا خيرا اه خيرا كثيرا واذا غلطت فيها بس انه الحكمة اشي كتير كبير وكمان بيقول قول القاظمين الغايظ طيب ليش عم بيحكي القرآن عن هاي الشغلات لاحظ انت الديسيجنز اللي بتاخدها بال كنت كتير زعلان او كنت كتير فرحان تندم عليها فرحانين احنا هلا خلصنا الحلقة انس كفك اسمع بدنا نروح ونعمل ونسوي اروح اقول شو سويت انا كيف وعدت انا ما بكتر انا ما عندي وقت انا ما عندي فلوس الله او انس اتغير علي اكستريم هابينيس او طبعا لما تكون زعلان معصب ليش تكلمني الحين اعرى انتي طالق بعد 5 مينتز شو عملت انا خلص تكلمت بالكلمة الايغو ما حيرجعك تكلمت خلاص كيف رجال انت ما ترجع بكلامك انت هو يتصلي علاقة 50 سنة هو يتصلي يازل ما اكسرها شوي علاقة 30 سنة شلتها لانه والله تأخر عشان يمر عليك كمون جايز تخيل فالحمد لله يعني بس لسه عم بشتغل عليها كتير وهي اهم وحدة عندي ما احكي وانا معصب وهادي كتير اثرت فيه لثري داي سايلنس روح ثلاث يام ما في كلام اول يوم واس ديزاستر تخيل انا سبيكر اصلا يعني انا بحب احكي واحد يقول لك ما تحكي ما في موبايل ما في اشي بس كتابك الريليجيس هويفر واتس وثيفر ريليجيس بعد تالت اول يوم كان كتير صعب كتير كتير صعب انس انك ما تحكي كتير صعب كتير اول يوم كان هيك بس تيجيب يو ستوف تدو في الفيليج انا كنت اللي بقطع الحطة بجيب حطة بيك امديني قديمة و تاني يوم يستارت الفيبريشن تبعك بيكون اول يوم هيك تاني يوم تالت يوم بتسير اوبزيرفر انا رحت لانو القرآن مكتوب في اياتك اللي تكلم من ناس ثلاثة ليلة نسوية ولا تكلم من ناس ثلاثة ايام الا رمزة شو هاي ثلاثة ايام شو موضوعها فمرة ببحث ايك وطلعوا والله بروح رحت انا وامي امي مجنونة زي ترى رحنا انا وياها لما خلص تالت يوم اكتشفت انه اوبزيرفاشن انك بس تكون اوبزيرفر هيخلصك من تسعين في المية من مشاكلك بحياتك لو ما تتفوه بس وانت معص يعني حتى اخواني بيصير معانا شغلات مرات انا ما بتكلم لانه بعرف مش اخوي اللي تكلم شيطان عم بحكي مش اصده لشيطان ولا لا اصده امي مش هو اخوي احسن من هيك مرتي احسن من هيك امي وابوي احسن من هيك بس خليني اهدى ربنا سبحانه وتعالى لما حكى لنا قصة يوسف نبي اخوة وحطوه في بير ممكن تروح انت اخوك محاكم نعم اذا تنورمال لا بس ممكن يس الايجو العصبية الغيرة انا لقلي بيشتغل كتير على العصبية وان شاء الله سبحانه وتعالى انه تسعين ثمانين في المئة تسعين في المئة اقدر ازبطها لكالكوع ما بحب هذا الاشي فيه ثاني اشي اخلص النية بحاول اخلص النية انا سأل ما بقدر لانه حلو تكون مشهور وناس تتصور معاك وبنت تمرحل وتاخد صورة معاك يو فيه النشوة حلوة هيك واحد من اشي على الطاولة التانية يجي تدخل مطعم ما يدفعوك القتال ياخد لك غرف بس اوكي نايس بس لا لا هذا مش بسببك كيف يجراوند يورسلف اجين ومش سهلة اقولك انا نيت صافي 100% انا ما بعرف ربنا بعرف بس اي تراي لانه لازم تكون همبل قد ما بتقدر عشان الله يعطيك اكتر كتير بخاف منه على الموضوع انس كتير يعني كتير عن جد بقلقني مش اني هيك بكون لا انه هل عملت هالاشي عن جد ولا لانه انس وراي شايفني شلت على الارض انا بحبش اشوف اشي على الارض قدام البيت واحد يعني اذا بقدر اشيلها بشيلها بس هل انا شلت عشان فلان يحكيلي هل مرات بالشركة بعملها مش عشان ربنا انه بيني وبينه يعني شايف الموظفين وراي وشايفين كولا انا مدير عام الشركة انا بشيلها ليش ما تشيلها عادي it doesn't degrade you I do it for a purpose بس انا عارف اني بعملها لهذا مش ضروري يجي الكلينر يعني عادي شيلها ما هي قدامك على الارض بس شي نحطها في الزبال بصراح العصبية وتصفية النية اكتر شغلته من احلى الاشياء اللي سماعتها من قريب قال اذا في صفة واحدة تقدر تكسبها ولا ضرورية للناس فالشخص جاوب قال سترجم بالانجليش حكا قال ادارة العواطف عشان مثل ما انت قلت اسوء قرارات البشر هي القرارات العاطفية extreme وايد سعيد يشتري سيارة يفلس وايد زعلان يطلق يضرب يكسر يدعم فمعظم الاشياء للناس يندمون عليها قرارات عاطفية مش منطقية لو تاخذ انت تقول انا وايدة تحمس انا وايدة تحمس ما بصير اعيبني الجاكيت بقدور دوتين في المول ولا باروح باتشر اذا لاحن فراسي بعدين باشتري هاي سمونا ادارة ايموشنز عواطف هادي سكل كتير مهمة كتير كتير مهمة هل فيك قلق قلق اشوف ريولك تتحرك من اول مقابلة لا لاني ايموشنز ار كومنغ اب صراحة مش اني بس تحي اعيط قدام الناس انا بري ايموشنل بيرسوني على الستيج مرات بفروط سباشالي لما نعمل مدتيشن مرة كنا في مسقط امي اوف امان والله مشتعلهم كتير هلا عندي ايفنت ان شاء الله قريب وكنت بعمل مدتيشن عادي زي اي ايفنت وما قدرت اكمل انها مرت في العياط لان ارجي بالغرفة كان اميزن مش قلق هلا اللي فيه مش قلق هلا انا الكحة هاي متعبيتني شوي الحسسية بس انا ما بحب الاستعطاف يمكن شفت كذا مرة حكيت انه واا عيطوا يقصوها ويحطو لي عليها مش مش ما با حبها لانوي Obi probe follow my لانو عندي قصة بتحزن لاندي قصة بتحزن لاما بدى اعيط بعيط لاما بدي امضاعيط بس به قلق هو نفس اللي حكيت لك يا بالأول إنه أنا مسؤول عن زوجة وأطفال وسمعة أب وأم أخواني مسؤول مش عنهم إنه مسؤول إنه في محيطهم والإنرجي تاعك لما يكون the more you impact the more you get ففيه إنرجي معتز بعملها معينة equals للإنرجي اللي عم بعطيها فالإنرجي بيكون كبير فعليك مسؤولية بكيف تتصرف شو بتحكي ولما تيجي بدك تاخد قرار لتغير شفت كبير في حياتك وتكون ضايع بفضول بيقلقك of course بيوترك of course لأنه أنا مش مستسلم مية بالمية yet صدقا 100% حسن ضن بالله سبحانه وتعالى وإني أنا perfect أنا يمكن 90% حالي حاس حالي لسه بدي كمان إنه you know what whatever happens هلأ أنت فيك تحكيها هلأ بس let it be أنا موضوع ابني بنتي صحاني طبعا أنا كنتيك قبل أسبوع وقت العملية بالأسباب نتمسك بالأسباب بالدكتور التخدير بالدكتور بالمستشفى بالأكوبمنت ما كنت قبل أسبوع حسن ضن فل هذه التست كويسة وربطتني أكتر بحسن الظن كل ما كان حسن الظن أعلى كل ما القلق خف بس هلأ أنا الآن أنه هيك لا لا طبعا لا of course not مش هيك حتى في يعني أنا شهر الماضي أنا سم أبدأ أقولك بشو مريت شهر الماضي was one of the most difficult months in my life emotionally, psychologically, spiritually I cracked down for four hours لحالي بعيط في البيت this virus got to me everything piled up وأنا في هاي المرحلة كنت بأحمد الله إنه I know I'm coming through something ما بعرف شو هو وتلناه ما بعرف شو هو بس I know في قرار جديد بدي أخده بس إنه الآن إنه هو هو لا 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 مش لهذه الدرجة لا لا الحمد لله you practice you see so much you practice so much بس وين الطريق مطول فإن شاء الله يكون القلق بمستوى بمستوى بسيط جدا يعني يليق بحجم الإشياء اللي أنا فيها مش إنه بنامش بالليل كلها لها دا مارف depression أنا خلصنا منه إن شاء الله بس ممكن يرجع depression تاني إذا الله سبحانه وتعالى أراد لك تطلع من عنق الزجاجة لأي شي أكبر أهلا وسهلا فيها والله إذا بتفهم ليش الله حطك بهذا هذا الألم ليش عم بيحطك بألم طلاق ليش عم بيحطك بألم قلبك عم بتمزع ليش مردك أععدك في البيت غصبا عندك ثري ويكس شو فيه شو فيه ليش اسأل ليش 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 maybe you're not moving right maybe هذا الشخص مش لإلك اسأل أهلا بس أنا إذا متزوج 20 سنة maybe it's not right ما it's okay الله حلل الطلاق مش أنا ولا أنس ولا حدا ليش؟ لأنه في مرات خلص يريج ذات لفل واحد زعل مني هدي كيلوم قال لي يا أخي أنت بتحبذ الناس يطلقوا قلت له أنا أنا ما حكيت هيك واحدة زوجها بضربها وبيخونها وبيعطيهاش مصروف وبيعملها زي الكندرة أنا ما بحبذ للطلاقة ما هلي علاقة بالأمور لا صح لغلق بس بقولك أنه اليوم sometimes you need to exit شغلك لتكون أكبر you need to exit علاقتك مع أصحابك لتكون أكبر you need to exit علاقتك مع ممكن زوجة زوجة لتكون أكبر pain الألم جزء من هاي الحياة جزء مان جزء إذا ما في pain كيف هتعرف شو يعني الراحة إذا ما في ضو هلأ كيف هنعرف شو يعني ظلام إذا كله ظلام ولا كله نور ما في عرائي دكتور ابراهيم الفقه لو لو وجودت ضد ما كانت ضد معنا بس إحنا زي ما حكيت لك بالأول بنحب المفاجأة كسارة بس الله يا رب يعني ينزل علينا أنرجي نتحمل الألم لنفهم إنه راحين لإشيء أكبر بإذن الله هم توصل لأمز؟ إن شاء الله هم توصل صح؟ واضح بها اللهم لك الحمد لا لا أنت واضح جدا بأفكارك حتى لو تتشعب هذه أفكار واضحة الحمد لله بس حلو أنك تتشعب عشان يبين أن الجلسة مريحة شي بهذا الطريق أوه أنا جدا مرتاح لا شوف أنا دائما مؤمن بقوة التناقض كونتراست في كلمة ثانية عربية حتى مرة دورت إلى الكونتراست بس مثل ما أنت ذكرت تناقض صحي تناقض صحي لا تناقض واحد بس كان في شيء ثاني تباين تباين؟ تباين كانت الكلمة مرادفة أوكي بس تناقض تباين بس نحتاجها يعني اليوم أنت هلقت حين تحب صحتك على هالثلاثة سابيع؟ والله لو كنت مفرفش سنة كاملة بدون ما تمرأة يمكن تبدأ تتكاسل بالرياضة تتكاسل بالصحة بالأكد تحتاج مرات مرات تحتاج تخسر شي حتى لو مؤقت عشان مقدرة أكيد لو معتز لا سؤال ثاني متى خيبت الظن معتز في معتز؟ لا الايغو أنس مشكلة هلا تعريف الايغو كويس مش كويس بس عايمين أنك تفكر حالك أنه يعني في ناس لازم تكسر حالك عشانها ومش تكسر حالك أنك تذل حالك بتسي أنت زعلت أمك مثلا ممكن أو زعلت مرتك أو زعلت أبوك أو زعلت حدا من إخوانك أو زعلت واحد قريب على قلبك من أصحابك عن جد مش غلط تعتذر يا أخي مش غلط تتصلت ولا أنا آسف هاي كلمة أنا آسف أناس؟ يعني ممكن تعمل عليها دكتوراه ليش ما بتطلع؟ شو مقدش سهلة؟ آسف آسف ثلاث أحرف أولا يطلعنا واحد يقولك أربع أحرف والهمزة وتفرتز الأحرف آسف ما كان أصدي آسف هلأ عرفت إيمتك أو إيمتك بس that's all أنت حتحل يعني أنا شفت ناس رايحين محاكم بشركات محاكم شركة مع بعض سنوات بس عناد أنا بعلمه ليش تعلمه يا أخي؟ هيك عمل فيه طب يا أخي بس أنت عملت هيك هو عمل هيك يا أخي يقعدوا مع بعض تعوضوا من هالشيطان ما في حدا مستفيد يقول لا 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 يجي يعتذر طب ليش ما أنت تبدأ؟ ليش ما أنت تبدأ؟ وبوجعك يا أخي كيف ممكن شغلات تصرف عليها جهد ووقت و سنين من حياتك؟ وبسبب إيغو أو كبرياء مش كبرياء حتى كبر أنك ما بدك تعتذر أنك أنت غلطت اتدمر اتدمر أنت بدك تدمر ما بدك تحل بدك الدمار للعائلة بدك الدمار للعلاقة بدك الدمار للشركة ما يهمك أنت المهم ما أقول أسف أنا وهو هاي الدمار أنا من نار أسجد لهذا من طين هيك الشيطان قال له ربنا أنا من نار أنا وهذا اللي خلقته من طين أنا أسجد له كيف يعني؟ هذا اللي عم يصير معه آسف يا أخي خلاص شو حيصير لو قلت آسف؟ هتنقذ علاقتك مع مرتك مع أطفالك مع أبوك عادي أنت زعلت أبوك عمرك 15-16 سنة هتزعل أبوك أكيد يا أخي اعتذر له عادي ما هيكسر شيء من رجلتك ولا شيء من أنوثتك علاقات تنقذ يعني تنقذها يسيفت بس لما أنت تجيبهم تروئهم وتقولهم أنا ما أدخل بالعلاقات طبعا لأنه كتير موضوع شائك وبدك تقعد مع فلان ومع فلان أنا ما أدخل فيها بس عم مستوى الشخصي أصحابي وكذا إذا أتصل وكذا بس أنا آسف حتى بالشركة يا أخي أوكي أنت مدير غلط على الموظف يعني أنا عندي في المكتب والله يعينهم طبعا أنا في المكتب الصبح مش معتز اللي ها معك بحبش حالي في المكتب لا لا وني ورانا هيوش بيزنس بدك تكون بري مش سهل تكون جوجل وهاجينج ومش سهل لا لا عمليا مش سهل بس طبعا بشركة الـ بس طبعا بشركة الـ بس طبعا بشركة الـ بالمكتب مش أنا بس طبعا بشركة الـ ومش سهل تكون جدا بشركة الـ طبعا بشركة الـ فكل فترة معي بشتغلتين فأجيبهم عندي سكروا الباب سكروا الباب بالمكتب بسرعة أنا أشكتب بكونوا أطلع على الأرض اللي يقومش بخليني أطلع عليهم بسرعة أنا أشكتب I know, I know, I know guys I know, I know guys Sir, we love you, don't worry I know they love you, cause they travel with me وبييجوا على حسابهم بيسافروا بروحوا معي بيساعدوني في الـ events وكذا يعني الحمد لله ما حدا بيشتغل معي direct قدم استقالتو It's never been الحمد لله, مش لأنه أنا كويس لأنه بعرف حدودي ومتى لازم أقول آسف بس ما بزع الشخص عن قصد بس ممكن Guys come on معقول هيك يا الله لازم أنا أدخل في هاي فينوم تقدرش دايما تكون ليك لازم تعتذر بس يا الاعتذار مان أنا آسف أنا آسف أنا آسف من أنت ما اعتذرت عشان أنت هذا كان السؤال وإنت زعلان أنك ما تأسفت في موقف يعني أكيد مع ناس بحبهم بدون ذكر أساني ناس بحبهم يعني أنا غلطت خلاص يا أخي سامحني يا أخي غلطت أنا مش بيرفكت آه بس أنت بتحكي وأنت بتحكي وبتنصح أن ما هي مشكلة تانية أنا اليوم عندي مشكلة أنه people perceive أني أنا بيرفكت أنا ما عمري حكيت أني أنا بيرفكت أنا بطلع بقول يا جماعة شايفين سناني فيها فراغات ما بدع من هوليوود ستاين شايفين منخاري كيف كبير ما بدع من عملية تجويل شايف الدنيا كيف زي الأليفنت أنا هيك مبسوط أنا هادي شغلات بحبها أنا هيك وأنا عصبي وأنا كذا لأني أول ما أعمل إفنت دكاترت الأسنان بعد الإفنت كلهم ببعتوا لي هوليوود ستاين أول ما أطلع بقولهم guys مين فيه هون دكتور أسنان كلهم برفوع عديهم اللي موجودين أنا مبسوط بأسناني أوكي تصير يضحكوا كلنا عنا فتراتنا بنعصب فيها بنزعل فيها and this puts pressure on me لأني I lecture people بحاضر كيف تكون إنسان أهدى بس لما الفلير ييجي مشكلة ييجي وأنت في لحظة الغضب هاي you might say تحكي شغلة وكل تعلمته هذا disappears هاي هي اللي أنا حكيت لك يا هبلشون المسؤولية بتكون أكبر صح كيف أنت بتعصب؟ أنا إنسان يا أخي أنا إنسان أنا عندي مشاعر كمان أنا ترى أنا بحس أنا مش كومبيوتر وبنضغط أنا مش كومبيوتر أنا مش شي مرسيدس G63 بتعبش يعني أنا إنسان بحس وبتعب وممكن يكون عندي أموشنز وممكن أعيط بس اعتذرت بس حرام الوقت اللي ضاعي يا أخي حرام هلا بتطلع بقولي واحدة بعرفها مش ما حكيت مع عمها يمكن ثري يرز بعدين تقولي العلاقة مش كويسة I had to talk with her وهيك سوري وشي رجرتس ثري يرز ثري يرز فوروات عشان منعتك تعملك هزالك nothing is worth it nothing is وحرام يعني هل لو تطلع أنت تسأل حالك سؤال متابعينك أو اللي بيحضر أنه أكيد فيه يمكن شخص أنت مزاعله أو كنت مزاعله just take this example خذ هذا المثال عن جد wasn't worth it زاعل هذا الشخص وبادر وشوف أوف أوف مان الموضوع ما معقل أخي فيه matrix فيه formula نرجع للماتريكس فيه formula يا أخي سويرد عن جد هذا كارما بتعمل شي كويس برجع لك it's there بس يمكن ما يرجع لك بكرة بس it will come back إذا يا أستاذي إذا عندك النعمة أنك تختار آخر كلماتك وانت عاس تموت بين أحبابك أوف مان شوالا زينة تاعتك يا سلام شو بتقول لهم أوف آخر كلماتي واو مان أوف صعب الناس مش صعب يعني to expect إنو الناس تفهمك دايما إشي متعب مين ما كانوا حتى لو كانوا أقرب الناس تحرك وفي شغلة حكاها مرة توني روبينز غيرتلي البرسبكتب بتاعي if you trade expectation to appreciation حياتك حتتغير لأنك اليوم أنا بتوقع أنه عيد ميلادي أنا سيتصلي ليش ما تتصلي أنا زعلان منه لأنه I expect بس إذا أنا I appreciate إذا أنا استصلي على عيد ميلادي شوف الفرق ما حزا هذا أكثر ححب ناس أكثر وهذا مثال إيسو على كل شي بتمنى إنو كل حدا بعرفه وبأثر فيه كان في محيطي طبعا أنا آخر كلمات يعني أهلي حوالي دايما كل شي كنت بعمل أو بحكيه كنت بدي الخير لإلي ولا كل حدا حوالي ما عمري أخذ قرار ولا حأخذ قرار بدي أنا يعني إنو أنا أستفيد لحالي أو إيشي لإلي I always mean good I always meant good I never meant bad I never meant bad ما بدي شي لإلي بدي أكون سبب ما بدي أكون شي تاني يعني بس بدي أكون سبب ما بدي ما بدي أعقد الحياة الحياة very simple we tend to really make it hard I just want good man I want people to understand إنو مش people أنا ما بهمني كلام الناس people I love and love me بهمني الناس بحبوني بحبهم بهمني إنو يعرفوا I meant good every time I meant good that is آخر شي بحكيه أسامي أولادك عندي سيف سيف عشرة يوسف تمانية وجنة ثلاثة هلأ يعني لو سيف ويوسف وجنة بعد بعد ما تروح خلنا نقول بعد أربعين سنة ثلاثين سنة خمسين سنة المية وخمزين شافوا هالفيديو على اليوتيوب وكان يحتاجون يشوفونا أنا حضرت علقاتك إذا ما ما شفت الأسئلة يا الله يديك شو بتعمل في الناس إنته طبعا ما أحكي لهم بحبهم وهذا الكلام لأنه مفروغ منه بس أبوكم حاول يكون مفروغ منه أبوكم تتخيل كيف هيكون الوضع ممكن أموت بكرة طبعا بس تتخيل الوضع كيف هيكون وأعمارهم يعني أريد أنكم بكونوا بأمور لأنه لا يوجد شيء بستحر يعني أموت 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 هناك شيء أكبر منك يا جنة وأكبر منك سيف وأكبر منك يوز وأبوكم فهم هالإشي وكان كانت تتخيل 34 عام وإنته يجب أن تفهم أنه هناك شيء أكبر منه أموت وكيف هيكون الأمور أموت إنتهي أموت إنتهي أموت 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 لأنه ليس سعيد حتتعبوا إنه ليس سعيد يعني إنه سعيد انك تكون متأكد بالطبع كلما تتوقف و لانك انت بتعملها مش عشان الناس يحكوا بس تعبد الله كانك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك مش إنها متعب إنها حمل بس إنه مش حاببها I love it المسؤولية اللي أنت حكيت عنها I wish that my kids أولادي حبايبي They can be a good example That's أنا اللي بدي إياله لهم يكونوا good example مصاري doesn't mean anything آه أنت معك مصاري عشان هيك بتحكي بكرة بيكون معك مصاري إن شاء الله بتعرف وات عاي مين Be a good example حبايبي جس be a good example لأنه المجتمع المجتمع هو مدن المدن هي حارات الحارات هي بيوت البيوت هي أسرة الأسر هي أفراد فإذا الفرد كاني كويس إن شاء الله بنرجع زي أبي الأحسن إن شاء الله أوف يا أتف كويس شما تسير يا عارض أمري ما تخيلت أحكي مع أولادي وأنا مش هون بس هذا سيحدث سيحدث إنشاء هل يتحدث أنه مجتمع مجتمع أن نحن فهم نحن على مجتمع ما يمكننا أن نتحدث لأنه مجتمع من كتاب كانت محقاً. لا أعتقد أن أعيط. لا أعتقد أن أتعلم. فقط أساسي. لم أكن أعتقد أن أتعلم عنها. الله يوفّك. من أجمل الأجوبة. سألت السؤال كم مرة معتاز؟ بس من أفضل الأجوبة. شكراً. أنا صادق. أنا لا أحاول أني. إن أنا جيت اليوم. لا أعلم ما أتوقف. لا أحضر. فقط فهمت أن أنت من الذي تعمل وريدك الإنسان. الإنسان لا يحضر. الإنسان لا يحضر. هذا أنا. شكراً لك. فتح باب. سأذهب إلى أختبر. وأشوف. وكل فيديو نزله على السوشيال ميديا. لا أقول أن أتكلم عنها. لكن أتكلم أن لا أكون عار على أولادي مئة سنة من اليوم. إن شاء الله. يا رب. أنا مؤمن بهذا الشيء. بإذن الله. أدعي لي. أحتاجه. الرسول عليه الصلاة والسلام سأل واحد. كان الرسول؟ ناسي والله. لكن قصة أن سيدنا عمر أو بكر أو رسول عليه الصلاة والسلام كان واحد رائع على الكعب يعتمره ما شاء الله أدعي لي. تخيل. وأنا أدعي لك اليوم. وادعي للفريق الرائع كله إن شاء الله. آخر سؤالين. وأخليك تشرد. خد راحتك من مستمتع كثير معك. لو أنت إنسان قلب. يعني قلبك موجود. حطنا برع. لو ناخذ قلبك. اللي يحس وائد وحساس. وجميل في حساسيته. الله يسأل. وفي تعبه. في مشقته. في جهده. في شهرته. في ساعاته. وأخذ قلب معتز وحطه. شو قلبك بيقوله معتز؟ أوه هذا إيزي أنسر لأني أنا عشت الشيء الشهر الماضي. مش لأنه والله أي نوعك. قلبي حيقولي شو عم تستنى؟ يعني الجواب واضح. والطريق واضح. أوضح. والقرار واضح. كمون من. جمب. قلبي كتير اكسايتد. كتير 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 كتير. أوفر دي نكس تري منس ان شاء الله. قرارات كبيرة بحياتي كشخصية وكعملية. لأنه روحت دورة مرة. فعملنا ميديتيشن وخلصنا وهيك. مع دكتور جو ديسبنزي. فآخر شيء ألحط إيدك على ألبك. وتكلم معه. وأنا بعملها مرات. بس الاموشنز اللي كانت هديك اليوم. يا أخي عسيته بتكلم معي. وزوير دعا مجنون. أنا أقولك مين اللي عم بيحكي هذا؟ فحيقول لي بالضبط هيك حسوا محكي لي. هيا يا مان جمب. على السؤال أكد لك. ختمنا على الموضوع. يا يا ديفينتلي. هيا يا مان جمب. أكيد. والسؤال الأخير معتز في كلمة. واحد. سبب. حسيت. سبب. شكرا. جماعة. تلو. هل يمكنك مقصد؟ هم? هل يمكنك حمد؟ بالطبع من أني أحضر. كمنا بالطبع؟ الله يوفقك مهم. شكرا جميعا بك في اليوم. جميلة. الانرجي الانرجي الله يوفق الدنيا ويسعدك انت وفريق العمل